رحل بيتسو موسماني أحد أهم المدربين الأجانب في تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية له منا كل التحديد موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله في القناة موسيقى مرحلة كانت مليانة إنجازات الأهلي مع موسماني وبعض الإنسان أخفاقات أيضا مثله مثل أي مدرب له الكثير ولكن كان عليه القليل مرحلة وانتهت استفاد منها موسماني الكثير عشان كان بيدرب أكبر فريق في القارة واستفاد الأهلي أيضا من مدرب كان يعرف كيف يفوز كان يعرف الوصول لكل منصات التتويج رحل موسماني بسي بي كبير وسيبقى الأهلي أكبر بتاريخه وإنجازاته بماضيه وحاضره وأكيد مستقبله موسيقى 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 يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم رحل بيتسو موسماني عن النادي الأهلي رسميا بالتراضي انتهت رحلة المدرب الجنوب أفريقيا الكبير الاسم الرائع في القارة الأفريقية الاسم الذي حقق العديد من النجاحات الكبيرة والعظيمة مع النادي الأهلي في فترة قليلة جدا كان له بعض الإخفاقات طبعا كان له الكثير من النجاحات طبعا اسم كبير ضرب النادي الأهلي أصبح واحد في التاريخ من أعظم المدربين اللجوم النادي الأهلي يعني سطر اسمه بحروف من دهب أكيد بيتسو موسماني يستحق كل التحية والتقدير اتفق اختلف قول رأيك في بيتسو موسماني أنا شخصيا يا ما قلت رأيي في كثير من الموضوعات في بيتسو موسماني تحديدا تصريحاته وليس أمور فنية وأمور خططية وأمور لا علاقة بالتشكيل وإن كان بعض التحفزات كانت على بعض التشكيلات أو اللاعبين اللي ما استفدش بينهم موسماني لكن ما ينفعش عائل يقول إن بيتسو موسماني كان مدرب غير جيد ما ينفعش واحد ناضج وفاهم كورة يقول إن بيتسو موسماني مدرب ما نجحش مع النادي الأهلي نجح اسم كبير اسم تاريخي اتنين أفريقيا اتنين برونزيت كاس العالم اتنين سوبر أفريقي كاس مصر إنجازات ما تتعملش أبدا في سنتين ما تتعملش في أقل من سنتين كمان نعمله بيتسو موسماني النهاردة كان ممكن أو من السهل إنك تقول إن بيتسو موسماني أهالي الأهلي إن بيتسو موسماني ساب النادي الأهلي إن بيتسو موسماني أزعجي النادي الأهلي إن الأهلي خسر مع بيتسو موسماني آخر بطولة أفريقية إن بيتسو موسماني خسر السوبر أو الدوري مع الأهلي بس إنجازاته كانت أكبر بكتير من الإخفاقات أي مدرب في العالم له إنجازات وله إخفاقات بس بيتسو مسماني في الفترة أقول إليه كان له إنجازات عديدة مع النادي الأهلي إحنا بنقولي الكلام ده وبيتسو مسماني رحل على النادي الأهلي يعني أسهل حاجة دلوقتي إنك تعملها إنك تتلع تقول إنه كان مدرب ومش عارف كان عنده عيوب إيه وعنده مشاكل إيه وإن كنت وإن كنت عندي كثير من التحفظات على تصريحات مسماني دائما وكنت اتكلمت من كام يوم أول مبارح على الأستاذ جمال علام رئيس التحدي الكرة لما قلت إنه مش كل مسؤول يقدر أو يستطيع أو عنده حنكة التصريحات الصحفية والإعلامية مش كل مسؤول فلي ما بيقدرش يسمه تحدثين يتحدثوا عنه مسماني ما كانش عنده المهارة دي خالص دايما تصريحاته مصيرة للجدل دايما تصريحاته عكس ما يحدث في النادي الأهلي عادة إن الأمور دائما في الغرف المغلقة من وقت ما كان بيجدد عقده بعد كده لما سافر المغرب وسافر جنوب أفريقيا وبدأ يقول تصريحات لمواقع وصحف جنوب أفريقيا دايما عنده حتة زيادة في التصريحات لكن في الملعب لأ ناجح ناجح نجاح باهر مفيش اتنين يختلفوا ممكن نتحفظ على مستوى الأهلي في المسم الأخير اللي هو المسم ده في الدوري خروجه أو خسارته في نهاية دوري أبطال أفريقيا بالظروف اللي حصلت كلها ممكن نتحفظ بس أبدا أبدا مفيش مدرب يقدر يعمل النجاحات دي كلها ونمسك في إخفاقات قليلة جدا كل المدربين في العالم بينجحوا وكل المدربين في العالم بيحصلون بعض الإخفاقات بس بيبقى فيه تقييم زكي موضوعي دون بقى مشاعر ودون أمور خارجية كثير من الأوقات كنت أتحدث أن المسماني عنده مشاكل في التصريحات ده رأيي بس أنا عمري هنا مطلعت قلت أن المسماني مدرب فاشل عمري هنا مطلعت قللت من المسماني كمدرب كبير الأهل كسب الرهان لما جاب بيت سموسماني في 2020 والناس كتير قوي سألت هو يعني إيه الأهل يجيب مدرب من القارة الأفريقية ليه يعني ما يجيب مدرب أجنبي أو يجيب مدرب مصري بس الأهل كسب الرهان كسبه بمكسب واضح راح لبيت سموسماني نحترم الرجل في كواليس كتيرة كواليس كتيرة في الساعات الأخيرة لمسماني في الأهل هقولها لحضراتكم دلوقتي عشان تعرفوا إيه اللي حصل القرار حصل إزاي ليه فجأة الناس شافت النهاردة الأهلي يصدر بيان برحيل بيت سموسماني وأقول لكم حاجة مهمة قبل ما روح للكواليس النهاردة الصبح بعد تدريب النادي الأهلي زي ما كلنا عرفنا إن بيت سموسماني ما راحش تدريب النادي الأهلي النهاردة وما راحش المبارة مبارح مباردة المصر بالسلوم دخلت على الويبسايت بحس صحفي كده قلت هبص على الويبسايت بتاع النادي الأهلي وهفهم إذا كان المسماني عنده مشكلة ولا ما عندوش فلقيت أربع أخبار موجودة عن تدريبات النادي الأهلي اللي هو الفريق يؤدي مرانه الكاب سباح فيزي أجتمع بالجهاز الفني واللعبين الكاب سباح فيزي يوضح مش عارف موقف الغائبية يعني في أربع حاجات من التدريب النهاردة أخش على خبر خبر فيهم ولا خبر بيقول إن بيت سموسماني تعبان أو عيان فعشان كده غاب من المران النهاردة زي ما أشيع صباح ولا خبر منهم في مثلا حتى إن بيت سموسماني غاب عن المران أو عنده مشكلة أو أي شيء لم يصقر بيت سموسماني في أي خبر من أخبار تدريبات النادي الأهلي اللي كانت موجودة على الموقع الرسمي للنادي الأهلي النهاردة وأنا لسه بتوقع وأنا لسه بفكر وأنا لسه بجمع معلوماتي لقيت النادي الأهلي نزل بيانه الرسمي بفسخ تعاقد بيت سموسماني بالتراضي كان واضحة من مبارح هو كان موجود في الكاهرة مبارح مراحش حضر المباراة والنهاردة التدريبات صباحا مراحش حضرها هو جاي من بعد من بعد دورة تدريبية في المغرب وواخد قراره ومراته موجودة ليه وكيلة أعماله والأمور كانت محسومة أصلا يعني كان جاي وواخد قراره هو مش هيكمل مع النادي الأهلي ده كان أول يوم لبيت سموسماني مع النادي الأهلي وقال إنه كان حلمه يدرب النادي الأهلي وقال إنه مش مصدق نفسه إنه بيدرب النادي الأهلي وحقا هو كان محظوظ جدا بالنادي الأهلي هو بيدرب أكبر فريق في القرارة الأفريقية هو اللي عمله سمعة هو اللي عمله اسم آه هو كان ناجح مع سانداونز بس طبعا النجاح مع الأهلي غير تتاخد دولة أبطال أفريقية مرة مع سانداونز تبقى أسطورة لكن مع النادي الأهلي لا انت محتاج بطولة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة وعشرين وهو الراجل عمل كده بصراحة عمل كده بس هو للحظة من اللحظات تصور عندنا عمد بس تصور إنه النادي الأهلي وجميل النادي الأهلي تتشبع ما فيش الكلام ده في الأهلي انت النهار ده عندك بطولة خلصتها وخدتها بكرة لو خسرت بطولة انت مش حبيبي وصحبي ولا كفاية ولا عرفك لازم تكسب طول الوقت لازم تحقب بطولات طول الوقت لو هتروح تلعب بعد كل بطولات دورة رمضانية كده في شهر رمضان الكريم وتلعب دورة رمضانية لازم تكسبها حتى لو هي حاجة ودية وطرفهية هتكسبها دي جميل النادي الأهلي فهو ظن انه جميل النادي الأهلي مثلا دي جميل سانداونز اللي هو خده بطولة فانا بقيت أسطورة خلاص اه انت لك كل التقدير والاحترام من جميل النادي الأهلي جميل النادي الأهلي تحب بيتسو موسيماني وله كل استحقاق في هذا ان الجمهير تحبه وتقدره طيب تعالوا أقولكو كواليس الساعات الأخيرة قبل رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي يلا بينا الساعات الماضية شهدت العديد من الكواليس في مسألة رحيل موسيماني عن الأهلي بدأت مساء السبت بالجلسة اللي تمت بين المدرب مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وياسين منصور رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي خلال الجلسة التي ابتدت حتى الفجر موسيماني طلب من الخطيب ومنصور التعامل معهما فقط وأكد معاناته من ضغوط شديدة في الفترة الأخيرة من الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والجماهير ورغم ذلك يفهم طبيعة النادي الأهلي بقى لو فهم ما كان نكمل ماشي الخطيب سأل موسيماني بشكل واضح قال لديك عروض أو وقعت مع أي نادي لكن المدرب أكد أنه لم يوقع لأي فريق آخر وأن العروض تصل إليه من حين لآخر لكنه يركز مع النادي الأهلي الخطيب ومنصور طلبه من موسيماني إضافة أعضاء جدد الجهاز المعاون وهو ما لم يرفضه المدرب لكنه تمسك باستمرار مواطنه كابيلو لانجواجا مخطط الأحمال مع إمكانية ضم مدرب آخر معه كما تحدث بيبو ومنصور مع بيتسو عن الأجازات الكثيرة التي يمنحها للفريق في اليوم التالي الاجتماع كانت مباراة المصر بالسلوم في كأس مصر التي لم يحضرها موسيماني وكان غيابه دون أي تنصيق مع الأهلي الذي تفاجأ مسؤولي بعدم حضوره وهو ما تسبب في غضب الإدارة اليوم اللي هو الاثنين كان من المفترض أن يقود المدرب مراني الفريق الصباحي لكنه لم يحضر إلى النادي وأجرى اتصالة برئيس الأهلي أبلاغه برغبته في الرحيل وعدم قدرته على الاستمرار وفي نفس الوقت تحدثت مهيرة زوجته ووكلته مع أمير توفيق لإبلاغه برغبتهما في فسخ التعاقد بالتراضي أحد اللاعبين الكبار في الفريق تحدث مع زملاء ليلة مواجهة المصر بالسلوم وابلاغهم أن موسيماني قرر الرحيل ولن يحضر إلى النادي مرة أخرى وجهة موسيماني المجبلة أحد الدوريات الخليجية والعرض وصل إليها عن طريق أحد الأشخاص في مصر الذي اجتمع بزوجة المدرفة القهرة منذ نحو شهر ونصف واتفق معها على كافة التفاصيل بيتسو يتبقى لها ومستحقات متأخرة تصل لنحو 300 ألف دولار وعاداه الأهلي بتحويلها لحسابه مطلع الأسبوع المقبل وأكد المدرب على ثقاته الكبيرة في إدارة النادي الأهلي وأنها تسدد التزاماتها في المواعيد المحددة عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا بيتسو موسيماني من كام يوم كده اتكلمت مع حضراتكم أنه رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي ده وقته بعد نهاية دورة أبطال الأفريق وكان معايا الدكتور طوى أسماعيل وقال أنه لازم يمشي دلوقتي وأنا كان ليه رأيي أن الموسيماني يمشي دلوقتي وهو إيه؟ التاريخ اللي عاملوا موسيماني التاريخ الكبير في فترة قصيرة يشفعلوا يشفعلوا أنه يرحل دلوقتي مش نهاية الموسم تقول ليه؟ ما يكمل معلقة نهاية الموسم وبعد كده يمشي أو الأهلي يمشي أو يحصل اللي يحصل هقول لك لو مش نهاية الموسم اللي هو 30 أغسطس الموسم بتاعنا في مصر هنا ده معناه أن كل الأندية في المنطقة أو في أي مكان في العالم هيكون سكي المدربين خلاص وبدأوا الموسم ولعبوا ولعبوا مطشط وكل حاجة لكن لو مش دلوقتي هي دي الفترة اللي بيستستعد فيها الفرق في كل حتة في الدنيا للموسم الجديد فهم عايزين مدربين جدد فيا إما موسيماني يمشي دلوقتي ولا عرض آخر يا إما موسيماني يمشي آخر الموسم وبعد كده يقعد في البيت حبة فبصراحة كان هيبقى ظلم للراجل وبصراحة الشديد هتيجي تقول لي تم الأهلي كان استفاد من موسيماني لحد نهاية الموسم لا كانت العلاقة بدأ هيحصل فيها تشويش كده وما تستحقش العلاقة بين موسيماني والأهلي يحصل فيها أي مشاكل بصراحة اعترضت من اللاعبين إدارة النادي الأهلي بعض الناس عندها مشاكل مع موسيماني وموسيماني عنده مشاكل معاهم في الإدارة أو في شركة الكورة الراجل نفسه بقى حاسس أنه أنا مهما عملت محدش هيبقى مبسوط الجامع هيرب تتدايق مني أحيانا لما بخسر ماتش رغم أن أنا كسبت كتير فهو مش هيبقى قاعد مرتاح والنتائج ممكن يحصل فيها اعتزاز أكبر للنادي الأهلي في الدول فخلاص العلاقة تحس أنها خلاص بردت فيمشي دلوقتي يمشي دلوقتي وبالشكل ده حلو النهاردة حلو بالمناسبة من إدارة النادي الأهلي ومن بيتسو موسيماني حلوة المشهد كان حلو الأهلي بيخرج ببيان محترم جدا يشكر فيه بيتسو موسيماني وموسيماني يرد في تويتا يشكر فيها النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب والأمور تبقى شكلها حلو تبقى شكلها حلو والتويتا هي موجودة معنا ومن الحاجات المحترمة جدا أن الأهلي وبيتسو موسيماني يمشوا زي ما قلت لكم بشكل محترم بشكل مهزب بشكل فيه يعني الكثير 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 من الرقي من الاتنين بصراحة من الاتنين سواء من الأهلي أو من بيتسو موسيماني الرجل المحترم الكبير اللي عمل إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي طيب النهاردة أيضا بيتسو موسيماني وهو يرحل عن النادي الأهلي لابد أن أتحدث عن كثير من الأمور تخص بيتسو موسيماني تخص ما فعلوا بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي إنجازات بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي اللاعبين اللي أشركهم بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي وهقول لكم كثير من اللاعبين اللي اشتركوا مع بيتسو موسيماني واللاعبين اللي ما اخدوش فرصة مع بيتسو موسيماني الصفقات اللي عملها بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي وأمور كثيرة جدا نتحدث عنها حالا دلوقتي هقول لكم أمور تخص بيتسو موسماني ورحلته مع النادي الأحلي تعالوا نشوف بيتسو موسماني بيتسو موسماني تولى تدريب الفريق 1 أكتوبر 2020 راحل عن الفريق 13 يونيو 2022 بالكثير من الإنجازات لعم 102 مباراة فاس 65 مباراة خسر 11 تعادل 26 سجل 22 هدف استقبل 87 هدفا اللاعبين المشاركين معه خلال هذه الفترة كان 55 لعب ألقاب بيتسو موسماني مع النادي الأحلي اللقب كأس مصر 2019-2020 دورة أبطال أفريقيا موسمي 2019-2020-2021 سوبر أفريقيا موسمي 2021-2022-2021 وميدالياتين بقى مش ميدالية واحدة ميدالياتين برونزيت كأس العالم للأندي موسماني مع الأهلي في الدوري لعب 54 مباراة فاس 36 مباراة تعادل في 15 مباراة وخسر 3 مباراة لعب 29 مباراة في دورة أبطال أفريقيا فاس في 18 مباراة تعادل في 7 وخسر في 4 مباراة في كأس مصر لعب 5 مباراة فاس في 5 مباراة في 5 مباراة في السوبر الأفريقيا لعب مبارتين وفاس في الاتنين في كأس العالم للأندي لعب 6 مباراة فاس في 4 وخسر مبارتين أرقامة عظيمة أكيد عظيمة للأهلي مع بيت سموسماني في السوبر المحلي لعب مباراة وخسرها كانت قدام طلاع الجيش طبعا في كأس رابطة الأندية لعب 5 مباراة لم يفرس في أي مباراة تعادل في 4 مباراة وخسر في مباراة واحدة ودي كان لها ظروفها الخاصة وكان فيها مكاسب للنادي الأهلي نشئين ولعبين شافهم بيت سموسماني في هذه البطولة دي أرقام وبطولات بيت سموسماني مع النادي الأهلي طيب الحاجة اللي أنا أقول لكم عليها من شوية اللي كانت تؤخذ بشكل واضح على بيت سموسماني بعيدة عن الأمور الفنية والتكتكية والإنجازات والبطولات والأرقام وخلافه هي تصريحاته تصريحاته اللي ربما مهدت لرحيله عن النادي الأهلي وكثير من الأوقات كنت دايماً بطلع لكم أن الكابتن محمود الخطيب تحديداً كان بيبقى غضب جداً من تصريحات بيت سموسماني وقبلغ الكابتن ساعة عبد الحفيز أكتر من مرة أنه يبلغ موسماني أنه الأهلي مش من عويده أنه يطلع تصريحات صحفية واللي شغالين فيه يطلعوا بتصريحات صحفية وعلامية كل شوية ولازم الأمور دي تبقى بإذن ويبقى الأمور محكومة بشكل كويس طيب إيه هي بقى التصريحات دي؟ التصريحات اللي هي عملت هذا الجدل في كثير من الأمور قال مثلاً الأهلي يريد الفوز في كل مباراة لم أرى أبداً فريقاً يريد الفوز دائماً وبالتالي لا يوجد مدرب يستمر لأن الفوز هو ما يريده فقط بيئة العمل في الأهلي الصعبة للغاية أنها تتسبب في العديد من المتاعب وتستنزف كثير من طاقتك يجب علي أن أعترف أن الضغوطات الكبيرة تسببت في إصابتي بارتفاع ضغط الدم يا رجل ضغط الأهلي خيا ضرب أنا الأهلي مش هيجي لي أي حاجة طبيعة العمل في النادي الأهلي ضغط بشكل مستمر يدفعك لعدم النوم جيداً والأمر فقط لا يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وضغط الجماهير بشكل عام أساطير الأهلي لديهم ما يقولوه أسبوعياً البعض يكون جيد والبعض الآخر لا لكن في النهاية هم أساطير ويحق لهم قول كل شيء خلال 18 شهراً فقط حققت رقباي دولة أبطال أفريقيا وحصدت برونزيت كأس العام الأندية مرتين وفست بكأس السوبة للأفريقيا مرتين وبكأس مصر أعتقد لا يوجد أفضل من ذلك لو أقدمه لا فيه في الآهلي لازم يطول الوقت تقدم أفضل حتى لو حملت أعظم الإنجازات بيرستاوي يواجه تحديات كبيرة ورغم أنه أضاع بعض الفرص لكن الجميع تنسى أنه صنع تلك الفرص لنفسه وصنع أخرى لزملائه المهاجمون في الفريق لا يسجلون الكثير من الأهداف حسام حسن يطالب الجميع بوجوده ولكنه لا يسجل ويطلبون بمنحه المزيد من الوقت وكذلك محمد شريف سجل عديد الأهداف الموسم الماضي ولكنه لا يفعل ذلك هذا الموسم حسام حسن ما خدش أي فرصة حقيقية يعني أقول لكم بعد شوية حسام حسن اشترك مع موسمان يديه خلال عشرين شهرا الماضية هذه هي رحلتنا التي باركنا الله بها الله يبركك نحن ممتنون ومتوضعون من أجل الخير طيب عزو الله حالتكم تشكيل الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي لحين التعاقد مع مدير أجنبي هيكون كالتالي كابتن ساعد حفيزة هيكون مدير جهاز الكرة والكابتن سامي قمصان قائم بعمال المدير الفني وتم تساعد الكابتن محمد شرف ليكون مدرب مساعد وهي هيفضل ميشيل ينكون مدرب حراس مرمى ومعاه محمد النجار مدرب أحمال وعمر رشدي محلل أداء ده تشكيل النادي الأهلي اللي هيبقى موجود في مباراة يوم الأربعاء القادم إن شاء الله ده التشكيل كابتن سامي قمصان هيقوم بالاستعانة بأحد العناصر من المدربين الانضمام للجهاز بعد التشاور والعرض على شركة الكرة ولجنة التقطيط وهو اسم كبير واسم محترم بالمناسبة كابتن سامي قمصان يستحق الإشادة ولازم جميع النادي الأهلي تعرف اللي هقوله دلوقتي الراجل الآن يتحمل مسئولية في منتهى الصعوبة في منتهى الصعوبة ده عنده مباراة القمة يوم الحد الجاي في منتهى الصعوبة وظروف صعبة جدا ولعيبة معظمها محبط شوية بسبب منتخب مصر اللعيبة اللي كانت موجودة مع المنتخب عنده أمور فنية مش متزبطة الفضل الأخيرة في الأهلي أصلا ما كانتش متزبطة والأهلي نفسه عنده خاسر نهاية دورة أبطال الأفراق فالأمور نفسيا حتى في الأهلي مش متزبطة فعنده مهمة فقيلة جدا بس عايز أقول لحياتكم معلومة كابتن سامي قمصان كان أو لازال عنده عرض من أحد أنديت الدوري أو أحد أنديت الدوري درجة تانية الصاعد حديثا للدوري الممتاز عنده عرض أنه يكون مدير فن أنه يكون الرجل الأول بس هو متحمل جدا المسؤولية في الوضع الصعب ده في النادي الأهلي ما ينفعش يسيب الفريق دلوقتي ما ينفعش النادي الأهلي يدخل عنصر حالا يمسك هو الفريق حتى لما الأهلي هيجيه مدير فني أجنبي هيبقى محتاج سامي قمصان بما أننا في نص الموسم يكمل معاه شوية ده لو ده لو وركز الجملة دي كويسة ده لو سامي قمصان ما يكملش هو الموسم مع النادي الأهلي عشان دي من الحاجات المعروضة والممكنة حسب النتائج الفترة اللي جاي ممكن يكمل لنهاية الموسم ممكن حتى لو بنسبة قليلة النادي الأهلي النهاردة قاعدة أنه هو بصدد التعاكل مع مدير فني أجنبي بس كابتن سامي قمصان لو نجح ووفق في الفترة القليلة القادمة ممكن يكمل لنهاية الموسم ولكن لازم تعرف جميع النادي الأهلي أن الرجل دا ربما يكون بيضح بعرض مهم جدا من فريق في الدورة الممتاز أو صعد حديثا للدورة الممتاز عشان يكمل مع النادي الأهلي في الظروف الصعبة دي أو على أقل الظروف الانتقالية دي بلاش ظروف صعبة وكأن الأهلي فيه كارثة أو مشكلة كبيرة لكن هي مرحلة انتقالية والمرحلة الانتقالية تحتاج دائما لأبناء النادي الأهلي المخلصين وقابتن سامي قمصان من هؤلاء اللاعبين اللي كانوا أسماء كبيرة في تاريخ النادي الأهلي كلاعب وأيضا اسمه محترم كمدرب بكل تأكيد طيب تعالوا نروح لصفقات بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي الصفقات الجديدة اللي جت النادي الأهلي في وجود بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني ضم المغربي ببادر بارون لعب معه خمسين مباراة سجل أربع أهداف وصنع أهداف حصل على سواء بطاقات صفراء بلا بطاقات حمراء لعب 4200 دقيقة لويس ميكي سوني لعب 18 مباراة سجل 3 صنع أهداف 1 لعب 712 دقيقة ومعدل ضعيف جدا سواء في الدقيق أو في اللعب أو حتى في عدد الأهداف بيرستاو لعب 26 مباراة سجل 8 وصنع 6 وشارك في 1896 دقيقة مع النادي الأهلي حسام حسن لعب 14 مباراة فقط شارك أسان في مباراة واحدة فقط والباقي كبديل لم يسجل ولم يصنع ولعب 238 دقيقة وطبعا دي نسبة تخليش أبدا لعب يطالك كريم فواد للأهلي كان جايبه أو بيتسو موسيماني كان جايبه عشان يعود محمد آني على اليمين أو علي معلول على الشمال لعب 12 مباراة فقط لم يسجل ولم يصنع أي أهداف ولعب 600 دقيقة تقريبا 599 تحديدا وعيدون من الأعارة أحمد عبدالقاد اللعب 29 مباراة سجل 4 وصنع 5 وشارك في 1511 دقيقة أيضا عمار حمدي لعب 4 مباراة فقط ولعب يسجل ولم يصنع 24 دقيقة وللأسف جاله أصابة في الرباط الصريبة محمد عبد المنع بليعب 15 مباراة سجل هدف لم يصنع حصل على 4 بطاقات صفراء وشارك في 1245 دقيقة دول اللعبين اللي ضموهم بيتسو موسيماني أو ضموا في عصر بيتسو موسيماني إلى الآلي في لعبين بقى لم يحصلوا على الفرصة مع موسيماني ما حصلوش على فرص كتيرة مع بيتسو موسيماني أبرزهم طبعا محمود عبد المنعم قهربا اللي ماخدش أي فرصة مع بيتسو موسيماني تقريبا يعني أبرزه أهم لعب في عائد المدار بالجنوب أزمة بينهما وخرج كارابة إعارة لنادي هطاية تركي في الشتاء الماضي حتى نهاية الموسم الجاري. رامي ربيع المدافع الآلي ألس دائما ما يكون حبيسا لديكت البدراء ومشاركته تأتي على فتراته بسبب غيابه عن التشكيل فكر لعب أكثر من مرة في الرحيل كان آخرهم في بداية الموسم الجاري. ساعد سمير كابتن ومدافع الآلي خرج أعارة لنادي فيوتشر في بداية الموسم الجاري ولمدة الموسمين بعدما ابتعد تماما على مشاركة مع بيتسو موسماني. عمر حمدي لعب الآلي الشاب كان معارب بنادي الاتحاس جداي وترى موسماني عدده لأنه لو مشارك معه حتى تعرض اللعب للإصابة قطع في الرباط الصليوي منذ عدة أشرة ويغيب عن الفئة دي غزبا عنه. ده غزبا عنه. مش هو بقى اللي ما تدريش فرصة هو غزبا عنه. غزبا عن موسماني. أحمد ربضان بيكم لم يحصل على الفرصة مع موسماني رغم أن المدرب هو من طلب قطع ضمه للأهل من ودي ديجلك لأنه لو مشارك معه وتمت إعارته إلى الفريق سموح. محمد محمود من أبرز اللعبين الذين ظلوا على ديكة البدراء مع موسماني حتى حدثت مشكلة بينهما في المغرب خلال مواجهة الرجاء بنصف نهاية دول الأبطال كما أن مشاركته كانت مطلبا جماهيرا لكن موسماني لم يستجب للجماهير. ومش عايز أن نسى في هذه الظروف. أليوباجي. الرجل اللي تقلق في فرنسا السنة دي جدا. وبيتسو موسماني ما كانش مقتنع به وطلب رحيله عن الفريق أليوباجي. المهاجم للآهلي كان بيتوسم فيه خير وهو فعلا مهاجم كبير ومحترم بس بيتسو موسماني ما كانش مقتنع به. طيب مين بقى نقطة مهمة دي؟ عشان حاجة كلكم بتسألوا مين اللي هيجي بعد بيتسو موسماني؟ مين الأسماء المرشحة الآن أنها تيجي مع النادي الأهلي مديرا فنيا خلفا لبيتسو موسماني؟ أبرزهم روي فيتوريا البرتغالي عنده 52 سنة. آخر النادي دربه سبارتاك موسكو الروسي. أبرز الأندية اللي دربها طبعا النصر السعودي وبينفيكا البرتغالي وفيتوريا جماريش البرتغالي. إنجازاته مع روي فيتوريا كان الدوري البرتغال مرتين. عفوا كان عنده اثنين دوري مع بنفيكا موسماني 2015-2016-2017. وفاس كمان باتنين كأس البرتغالي مع بنفيكا موسم 2016-2017. ومع فيتوريا جماريش موسم 2012-2013. وكأس السوبر البرتغالي مع بنفيكا موسم 2016-2017. والدوري السعودي مع النصر موسم 2018-2019. والسوبر السعودي مع النصر موسم 2019-2020. أيضا معين الشعباني التونسي عنده 42 سنة. آخر نادي درابه طبعا كان المصري البورسعيدي. أبرز الأندار درابه التراجي التونسي. تدرج حتى وصل للمدير الفني في نادي التراجي. وأيضا نادي الرياضي لحمام الأنفي بتونس. إنجازات معين الشعباني. خمسة دوري تونسي. موسم 2017-2017-2017-2018-2019. 2019-2020-2020-2021. والسوبر التونسي موسم 2018-2019. و2019-2020. أيضا فاز بدوري أبطال أفريقيا عامي 2018-2019. مدرب كبير ومدرب محترم. كمان كالوس كيروش المدير الفني البرتغالي الأصبق لمنتخب أو سابق لمنتخب مصر 69 سنة. وطبعا آخر فريق درابه المنتخب المصر. أقول لكم حاجة بس على كالوس كيروش. وده يمكن اللي أكتم بيه قصة المدربين المرشحين. أشوفي أسماء كتير قوي. أنا أقول لك الأبرز يعني. كالوس كيروش مدرب كبير ومدرب محترم. وفي رأيي لو جي النادي الأهلي هتبقى صفقة عظيمة ورائعة. بس في حاجتين. هم اللي ممكن يمنعوا كالوس كيروش إنه يبقى موجود مع النادي الأهلي. مش أمور مادية. ولا فكرة إنه أصلاً تقالي نهاردة إنه هو مش حاب يرجع يدرب في الكورة المصرية تانية. لا خالص هو حابب. والنادي الأهلي هو نادي دائماً مغري لأي مدرب أجنبي. نادي هو صاحب الأرقاب الأكثر في القرار الأفريقية. نادي مستقر إدارياً. الموضوع بتاع الأمور المالية ما فيهاش مشكلة. عنده كل الإمكانيات. فأي مدرب أجنبي متاح يحب يدرب النادي الأهلي. بس إيه الحكاية فين؟ إنه كالوس كيروش بقى له فترة ما بيدربش أندية. مش مهتم يدرب أندية. هم مهتم يدرب منتخبات. فكرة عامل السنو دي جزء عند النادي الأهلي إنه كابت المحمود الخطيب وشركة الكورة في النادي الأهلي حبى إن المدرب اللي يجي للنادي الأهلي مشروع طويل أمد مع النادي الأهلي يكمل مع النادي الأهلي عدد من السنوات. الأهلي من الأندية اللي بتحب استقرار مدربيها فما يحبش إنه يجي المدرب يقعد سنة أو سنتين ويمشي لكبر السن. وإن كنت أنا شايف إنه كالوس كيروش سنه لسه يقدر يدي أربع خمس سنين كمان واكتر. فلو الأهلي جيبه هتبقى في رأيه صفقة غظيمة وصفقة مميزة كبيرة يعني. دول المدربين المرشحين لتدريب النادي الأهلي خلفاً لبيت سمو سماني حتى هذه اللحظة. كابتن على عبد الصادق عدو لجنة التخطيط بيئة النادي الأهلي استغلق علاقته جيدة مع مسؤولي نادي إنبي وتكلم معهم في الفترة الأخيرة على ضم جون إيبوكا وبالفعل نجح فيه الوصول لسيغ التفاهم وبنسبة كبيرة الأهلي ممكن يحسم صفقة جون إيبوكا أريب وأريب جداً. نروح للحكاية النهاردة. أنا بس حبيت أخلص معاكم شوية أخبار كده مع بيت سمو سماني وبعد كده نروح لمباراة الزمالك والداخلية. نهاردة الداخلية الصعد حديثاً للدول الممتاز عمل مباراة كبيرة ومحترمة جداً أمام نادي الزمالك ولكنه خسر في النهاية 2-1 بعد الوصول للوقت الإضافي. سبيل فكري لعب الداخلية تقدم بهذا الهدف الجميل اللي فيه كل مهارات الكرة. سواء بالتمريلة أو بمروجة محمد عواد في الديئة أربعة وبعد كده تعادل سيف فاروق جعفر للزمالك في الديئة ستين بتصويبة في منطقة الممتازة. بص بص شوف التمريلة حلوة إزاي. شوف الانفراد. شوف التمويه. هدف رائع. هدف رائع بصراحة. سيف جعفر كمان جاب هدف رائع جداً. هدف من خارج منطقة الجزاء التصويبة. صحيح. خدعت الحارش شوية. ولكن. جون. جون. بعد كده عشرة بنشرقه سجل هدف الفوز لنادي الزمالك أمام حضراتكم. هدف حسم المباراة. رغم زي ما قلت لكم إن الداخلية عمل مباراة كبيرة تحديداً في الشوت الأول. لكن في الشوت الثاني الأمور اختلفت شوية شوية. ربما الأمور البدنية. ولكن الفريق بصراحة كافح لحد آخر ديئة في المباراة. الداخلية على فكرة عنده مجموعة لعبين رائعين جداً. وطبعاً كابسا لعين من المدربين المحترمين جداً. وأعتقد إنه هيعمل شغل محترم في الموسم الجديد في الدوري الممتاز. كابتن سمير فكري مهاجم نادي الداخلية. وصاحب هدف الداخلية الوحيد في مباراة الزمالك اليوم. الهدف اللي أنا كنت بشيت به من شوية في كل المهارات في الكورة. حاجة روعة جداً. كابتن سمير مبروك الهدف ومبروك الأداء النهاردة. وهارد لك النديجة. الله يبارك في حضرتك إزاي كابتن كريم. أهلا بك. أهلا بك كابتن سمير. أداء النهاردة كله رجولة من كل لعيب الداخلية بصراحة. تستحق الإشادة. والله يا كابتن الحمد لله. يعني عملنا اللي علينا. ورب الله ما أردت يعني عملنا ماتش كويس على زمالك. الحمد لله. بس والله كنا نفسنا يا ربنا كنا ونكمل ونكسب بس يا الله. ربنا ما أردت يعني بس الحمد لله. لعيبتنا عملت اللي عليها وعملنا اللي علينا والله. وإن شاء الله اللي جاي أحسن بي. ليه الشوت الأول كنتوا هايلين جداً والشوت التاني يعني تحس الأداء قلي شوية؟ والله كابتن كريم حدقك عارف برضو اللي إحنا يعني ما بلعبش في الأدواق دي بالليل إحنا بلنا ثلاث سنين ما لعبناش يمكن حتى ماتش كاة أول مرة نلعب ماتش كاة من ثلاث سنين من تاعة ما عبضنا. تمام؟ دي برضو فرق معنا أكيد يعني والشوت الأول برضو ممكن نكون عمالنا مهبوض كبير. يعني ما حاولناش اللي إحنا نكمل مثلا بالشوت التاريب نفتل بالطوة. بس يعني الحمد لله يعني خير يعني إن شاء الله ربنا يكرب في اللي جايب. الهدف حلو قوي. انت فكرت إزاي كده يعني أنت بتلعب قدام الزمالك وأول الدقايق هتاخد الكرة روح شايتها رزعها في أي حتة في الجون وانت ونصيبك جات لك السكة بالنفس دي إزاي في لحظة زي دي لحظة صعبة جدا يعني. والله كبت أن أنا كمان قبليها كنت هجيب جون برضو بدماغي كده. صح. تمام؟ والكرة دي بصراحة يعني أنا عشان كده اللي أنا عملته اللي حدوك بطول عليه ده أنا عملت كده عشان خاطئ دي الكبن عواد أصلا مش مش هيتوكعل من اللي أنا أعمل كده يعني هو عارف اللي أنا أخش مسلا أنا أحطها في أي زاوية وخلاص بطراحة يعني. بس أنا يعني هديت عليها والحمد لله عملت أبشك لكويس الحمد لله. إنت حسيت بإيه يعني أنت قدامك دلوقتي محمد عواد حارس كبير حارس محترم. طبعا طبعا. السرعة كلها فينا محترمة طبعا. طبعا مؤكد بس عواد كمان في الكسة بتاعت الانفرادات دي هو زاكي كمان جدا وبيعرف يفرد جسمه كويس جدا. وكان بيتراجع الوراء وكان سايب لك كمان مساحة ناحية اليمين. يعني لو مكانك هروح رزاعة ناحية اليمين على الأرض فوق حسن ما تيجي هي ونصيبها. إيه لأغراك يعني إيه لأغراك في موقف عواد إنك تخدها بالشكل ده؟ والله كافت إن يعني هي السكة دي من عند ربنا أولا يعني اللي أنا حديت بها دي في صراحة من عند ربنا. يعني أنا ممكن لو أي العيد داني أو مسأة أنا ممكن بتحطيتها مرة واحدة. صح. بس أنا ربط عليه قوي. فخلاص هو برضو أكيد هتوكع لنا عشوتها في زاوية وحوطها في زاوية. فسبحان الله يعني الحمد لله إلا أنا خدت القرارة ده خدت القرارة صح. ممكن لو كنت حطيتها في زاوية ولا حاجة كانت ضعر. بس الحمد لله يعني خدت القرارة صح وربنا مصيني فيه الحمد لله. الدخلية مكمل بنفس اللاعبين في الموسم الجديد أو يعني إنت نفسك مكمل مع الدخلية في الموسم الجديد ولا ممكن تمشي عن الفريق؟ والله أنا أنا أتكلمت مع حضرتك قبل كده لما أتلقى مع حضرتك. صح. نفسي نفس الفريق هتكمل يعني فيه ناس هتمشي وإن شاء الله ربنا يكرمهم بإذن الله أنا أنا كواحد برضو ككابتل الفريق وكده قلت لحضرتك لو كابتل سيد عيد كمل ممكن إن شاء الله كمل تمام؟ مع إن فيه عروض جيالي والله بس يعني لسه مستيبع على الضوء وإن شاء الله خير وإن شاء الله. ما خلاص ما فتوحها لك إيه مع الدخلية وأهداف حلوة والدنيا جميلة فهكمل بقى. ما ما شاء الله. شوفت بتكنت هتقول حاجة أو شكلك جايلك عرضي جامد. والله يعني يعني جايلي عروض دوري ممتوس ويزة. آه. وفلوس أعلى من الدخلية. مم. لا وبعد الجول ده كمان شوية عروض ده. شوية شوية عروض ده هتزيد كمان والفلوس هتزيد أكتر بعد الجول الحلو ده. حبيبك كمسي الكريم. عموما يعني خليك فاكر أنا كنوش حلو عليك. طبعا طبعا. ما تنساش ده بقى. أول الله لا كمسي طبعا. يعني تطلع محاداك عالصول والله. حبيبك كمتنسامين حبيبي. دايما موفق ودايما رائع والجوني النهاردة كمان جوني مميز جدا. بهنيك على الهدف وبهنيك زي ما قلت لك على الأداء. وأرض لك النتيجة النهاردة قدام نادي الزمالك. الزمالك النهاردة لعب مبر어서 الشوت الأول حاجة والشوت الثاني حاجة تاني. بس بصراحة عشان نبقى أكثر آمانة كان في عدد كبير من النشئيني النهاردة في تشكية نادي الزمالك. أشتب من شرق فرق مع الزمالك في الشهود الثاني سيف عمل شوطة حلوة قوي سيف جعفر وعمل كمان بينية كانت حلوة قوي في الشهود الثاني بينية حلوة قوي كباص يعني كده كان جامد جد بس في المجمل تحسن أداء نادي الزمالك في الشهود الثاني وتحسن أكثر في الوقت الإضافي وقدر يحسم المباراة مباراة الكاس دايما مباراة مباريات خداعة ممكن تحس بثقة أنك هتعدي المباراة بس ما فهاش يزار الأهلي بارح مع المصر بالسلوم كسب بهدف بشكل أنفس النهاردة الزمالك في وقت إضافي قدر يكسب الداخلية ولكن أيضا بشكل أنفس مش بسهولة خالص أي مباراة في الكاس هي كده فأي حتى في الدنيا مش في مصر بس مباراة الكاس ما فهاش يزار تلعبها بتركيز عشان ما تفتكرش أن كل الأمور متاحة وسهل كابتل إهاب جلال المدير الفني لمنتخبنا الوطني استقر على طريق 3-4-3 في ودية كوريا الجنوبية إن شاء الله تشكيل الغرب لهذه المواجهة هيكون كالتالية حرصة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع عيمان أشرف وياسر إبراهيم ومحمود الوينش وعمر جابر في وسط الملعب عمر السلية ومهند لشين وعمر كبان عبد الواحد وفي خط الهجوم هيكون موجود أحمد رفعت ومصطفى محمد واحمد سيد زيزو زي ما قلت لكم كل التوفيق لرجالتنا بكرة نلعب برجولة ونلعب بإخلاص ونلعب بإسم بلدنا وإسمه منتخب بلدنا بعلم بلدنا اللي موجود على تشيرت كل اللاعب هيكون موجود في أرض الملعب كل الظروف وكل اللي حصل في مباراة السوبيا الماضية خلست راحت كل الحوارات والمناقشات اللي بتحصل دلوقتي خلست وراحت أو حتى ما خلستش وراحت بس إحنا نبقى مركزين في الملعب جاهز فني ولعبين عشان نطلع بشكل مشرف قدام منتخب في منطقة القوة منتخب كوريا الجنوبية مش منتخب سهل ده منتخب بيستعد الكاس العالي يعني هينزل المباراة دي بتركيز شديد جدا احنا ممكن تبقى مباراة ودائية بالنسبة لنا وخلاص تعدي يعني بس هو بالنسبة له لا ده أنا بجرب وبجرب قوي وعايز أضمن وعايز أعرف إن أنا لما هلعب قدام فريق أفريقا ههامل إيه وهشتغل إزاي وهنجح إزاي فهيلعب المباراة دي بجدها جدا والدليل إن الاستاذ بكرة أو النهاردة بقى خلاص هيبقى مليان مليان على آخره نهاردة جيل وقت معنا واحد من أنجح مدربين الدولي الممتاز من سنين طويلة من سنين طويلة أي فرقة بيشتغل معاه عنده بصمة نجاح عنده شغل فني استثنائي السنة دي مع طلاق الجيش بيعمل حاجات مش طبعية النتائج مدهشة مع فريق طلاق الجيش مدهشة كلها انتصارات وحتى التعدلات بلا هزايم إمكانيات مش طبعية إمكانيات فنية في الملعب مش طبعية فريق له أسلوب مع الكابتن طرق العشري أي فريق بيضربه كابتن طرق العشري تقول الفرقة دي لو أنت غمضت يعنيك ما شفتش مين اللي موجود برا تقول الفرقة دي طرق العشري مع حفظة الألقاب طبع أسلوبه واضح من سنين أنا راجل حريص جدا دفاعيا وحريص جدا هجوميا ما سجلش كتير بس ما بيخشش فيه أهداف أو ما يخشش فيه أهداف كتير سلوب كده وتكنيك بيعمله طرق العشري بس في الدوري المصري هشرفني وينورني بعد فاصل كابتن كبير كابتن طرق العشري الموديل فني نادي طلاق الجيش يهلا بحضراتكم مرة أخرى زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل هو واحد من أهم المدربين في الدوري المصري اللي لم يكن هو الوحيد في الدوري المصري اللي تقدر كده وأنت مغمد عينيك تقول الفرقة دي فرقة كابتن طرق العشري له أسلوبه يقدر يفرد أسلوبه على أي فريق بيشتغل معاه ودي أهمية أي مدرب المدرب اللي يعرف يفرد أسلوبه ممكن اللعبين يقدر يشتغل في المرأة دم يقولك ايه اللعبين يعنب يلعبوا لوحدهم مش المدرب اللي بيشتغل معاهم ده يعرفه ويكسبه ويعرفه ويعمله لا المدرب اللي بيبقى عنده اسلوب اللي بيعرف يفرده على اللعبين ده مدرب كبير المدرب اللي ما تعرفش كل مطش الفرقة او اسلوبة كان عامل ازاي ده مدرب عادي اللعبة حسب حالتها بقى زي ما بيقولك اللعبة حسب متأدي اللعبة حسب متفكر لكن كابتار العشري اسمه محترم وعمل شغل عظيم جدا معناه دي طلع الجيش هذا الموسم مشرفني بننورني كابتن كبير كابتن طارق العشري في هذه الفقرة كابتن طارق مشرف ومننور كالعب مشاكل يا كريم طبعا المقدمة ديت وانا على ما استحقها لا ده أقل من حقك كابتن طارق والله أقل من حقك أقل من حقك ونفس أقول أكتر من كده كمان عشانت من المدربين بصراحة اللي يمكن شوية حقهم مهضور في حاجات كتيرة يعني بصراحة انا قدر أقولي الشهادة دي يعني والله الحمد لله أنا بأحمد ربنا سبحانه وتعالى يعني يكفيني ان كل مني قابلني في الشارع صراحة يعني بيبقى يقولي ان بحترم اسلوبك بحترم الكرة اللي تقدمها رغم ان ممكن ما يكونش مقنع لكتير من المشاهدين أو كرة مش بتتمتع بيها صحية لكن هي كرة واقعية حسب امكانيات الفرقة اللي أنا بتولها والهدف اللي احنا بنحاول نحققه فأنا ذات نفسي كمان ما بتفلسفش كتير بحب دام نقول واقعية في عملي الحاجة التانية ان انا بحب ان الناس تلمس في أداء الفرقة اللي انا بمسكها وانا بتشوفها أداء طرق العشري مع الفرقة وتأثير طرق العشري على الفريق صح ومش طرق العشري بس بل العكس التيم كله الجهاز الفني ككل لان احنا جهاز فني متكامل كابتن محمود عطا كابتن أحمد العشري دكتور عبد الحليم كامل كابتن سيد سوركي طبعا في مقدمتهم العميد أحمد المهدي طبعا فالحمد الله ربعا لو انت بتكلمني بصفة خاصة على طلع الجيش كل الفرقة اللي انا مسكتها الحمد لله من أول حرص الحدود من أول ما طلعنا من الدرجة الأولى 2001 مرورا من 2005 إلى 2010 الفرقة تحولت لفرقة بطولات خدنا ثلاث كؤوس بعدين 2010 2011 الفرقة كانت على قمة الدور المصري وعملنا نفس الريكورد اللي الطلاقة دلوقتي ماشي فيه إذن الموضوع مستطفى الموضوع بيترتب له بشكل كويس جدا فيه هدف ويمكن أنا الظروف اللي جيت توليت فيها فريق الطلاع جيش كانت الفرقة في مراكز متأخرة جدا خمس نقاط النواحة الدفاعي بتاعت الفرقة مش جيدة على صعيد التنظيم الدفاعي بتاع الفريق الناحة الدفاعي بتاعت الفريق اتنين هدفين فقط لغير واللي جايبهم من كرتين سابتين لتنين مدفعين إذن انت محتاج مراجعة كبيرة جدا على الفرقة عشان ترجع توقف على حلم الجديد اتا كابلين طارق حرارك دلوقتي اللاعبين المدافعين في طلاع الجيش دلوقتي بقوا أرقام في السوق سوق الانتقالات يعني كل صح؟ ده كل الفرقة ده كل الفرقة بس تحديدها المدافعين عشان إمكانيات طلاع الجيش الدفاعية السنة دي الناس أحياء بقى بتاخدش بالها من نقطة كابترا وانت وضح حالنا برضو انو أحياء المنظومة التكتكية الدفاعية بتبقى أهمة من الأفراد كبيرا طبع الأفراد محترمة ولعبة كبيرة بس بس الراجل كارلوس كيروش دلم كم يدرب المنتخب نفس المدافعين دول لما بيلعبوا في فرقهم بيقدموا أداء مش جايد بس الفكرة ان انت بتعمل منظومة دفاعية محترمة عشان يمشي توقع اتنين مدافعين بس شوف كريم يعني الناس بتتهمني ان انا مدرب دفاعي لا مش مدرب دفاعي انا مدرب واقعي على قد امكانيات الفرق يعني انا قصد اقولك القماشة اللي قدامك هي اللي خليك تنتهج الاسلوب اللي تخليك تنجح انا ممكن يعني اعمل اسلوب اللي دايما ممتع في كرة القدم الحديثة الحالية انهم اسبوع الكرة قدم برشلونية زي ما كان برشلونة بالتفاوض طبعا لكن اللي يحكم في الموضوع ده هو امكانيات اللاعبين الحاجة التانية الهدف اللي انت جاي عليه فإذا انت بتلعب على امكانيات اللاعبين تختار لهم الاسلوب اللي ينسبهم بشكل كويس واللي يحقق لك الهدف اللي انت عاوز تعمل في الشك هنا المدرب بيتحكم عليه بالنتائج مش بالأداء صح نتائج اين؟ نتائج بتاعتك جاهدة انت لسه طبعا في التقرير انا شايفه بتعدد النتائج انجازات بتاعت موسماني صحية قديه في سنتين انجازات كتيرة صح خاصة مع فريق بحجم الناد الاهلي صح ومشارك في افريقا دايما حتى لو عندك تحفظات على الاداء او طريقة اللاعب بس انجازاته هي لتحدث عنها فيه مباراة كتيرة جدا فيه نقطة يا كابتن طريق عايزة اكلمك عنها وحراك خير حد ممكن يكلمني عنها هو ايه الكرة الممتعة يعني دائما يقولك ايه احنا عايزين كرة حلوة طب ايه الكرة الحدقة مسلا وفي حاجة زي انا ياسف نتكلم بالبلد يعني ما احنا منحب الحلو ومنحب الحادق برضو يعني ايه هو الحلو يعني ايه تأدير الناس للكرة الحلوة ما انت دلوقتي انا ياسف لنا منطول بس ما هو الأداء الدفاع ده أداء حلو الأداء التكتيك المنظم ده ده أداء حلو ما اعاوز اقولك يا كريم ان انت ما توصلش انك تدافع كفريق مثلا لو انا ديك مثلا كفريق طلعي الجيش هاديك مثلا اكبر مثلا ليه انها واحد دفاعية اللي قام بها فريق كبير في نهائي العالم كله بتفرج عليه نهائي اوروبا اللي كان الريال مدريد وليفربول فرقة ريال مدريد يعني حدث ولا حرج على مستوى النجوم وعلى مستوى الأداء التكتيك وعلى اللي ما سيقى انشالوتي واخد ما فيش بطولة ما اخدهاش صح على مستوى العالم صح قمة الدورة الأسباني صح اكبر فرقة في العالم حققات بطولات على مستوى البطولة اوروبا صحيح وشوف اداءهم التنظيم الدفاعي امام ليفربول واستدراج فريق ليفربول واستنزاف طاقتهم ثم التخطيط لخطف هدف المبارا كلام ده ببيجيش بعشوائي انك تعمل دفاع منظم بشكل جيد جدا وانك زي تقفل على مفاتيح فريق الخصم بشكل كبير جدا ده بياخد منك طاقات كبيرة جدا ووقت كبير جدا عشان توصل للفريق الزيونت انهو بيقدر يتحرك وحدة واحدة صحيحة من اول حارس المرمى لرؤس الحربة وما تبقاش في خطوط بعيدة جدا ومتشابكة احنا بنسميها الشبكة العنكبوتية ان الشبكة بتاعتها العنكبوت لما الفريسة بتقع في الشبكة ما بتطلعش خلاص خلص متعرفش تستنزي صحيحة هي ده اللي انت بتعمله بشكل كبير ثم نجاحك انك ازاي تفرض اسلوبك واستراتيجيتك على فريق الخصم ثم تنفذ الهجمات المرتدة السريعة في المساحات واستدراج الخصم عشان تفتح هو لجوءك مثلا لإسلوب الزون ديفينس عشان الهدف منه هي مش مجرد انك تتقوقع بس في المواقف الدفاعية فقط لغير لا كمان لاستدراج الخصم لمناطق وفتح مناطق ضعيفة في خط دفاعه او في ضهره واعتمادك على اللاعبين معينين تشوفت مثلا الهدف اللي احنا جبناه في الزمالك ام كان ده هدف مكرر في مفرط الاهل الفرصة اللي راح بها فيكتورو يرجع بها للأسر يفرط في هجم مرتدة ام بياشيكا عد من واحد في وجود خلل دفاع في النادي الاهلي ثم انفرط فيكتور لو ترجمها بعد ما رأس الشنية بهدف كانت قمة في النجاح في استغلال الهجامات المرتدة السريعة او الفرصة التاج نفس الجملة في نادي الزمالك في الفطرة اللي نادي الزمالك ابتدى يستدرج نستدرجه لعمل الوقت وانهو يندفع اكتر في النوع على جمية عشان ميبقاش الاثنين مدافعين فقط لغير امام اثنين مهاجمين شوف تحرك سميري على الطرف عشان ياخد الوينش يسحبه بمنطقة دفاعاته ثم تحرك فيكتور من القلب عشان يفتع المساعة السيسر العامل سمير ثم استثمار فيكتور كلام ده ما بيبقاش عشوائي كلام ده بيبقى منتضرب عليه ده شرحة كان عظيم لمبراطاية الاهلي والزمالك الكلام ده ما ما تم مش يعني فهم انت بتخلي بالك مش تبقى هدف صدفة يعني ايو انا عاصدي او بناء الهجامات المرتدة السريعة دي ما بتبقاش عشوائية ايوة انت بتبقى ممرا الولاد عليها ثم تنفذها يبقى التوفيق ان فيكتور في النجاح الاهلي موفقش لو انت بتديش حاجة للولد في التدريبات وبتصمم عليها وبترسم سيناريو وتقوله الولاد ان احنا هننفذها في المباراة ولازم نستدرج ولازم نفتح صغرات ومين هنا هينفذ من هنا ومين هيتطلع من هنا الكلام ده كله بياخد منك وقت كبير جدا الشيء الجيد ان احنا خلال ثلاث شهور من العام المتواصل بعد الفرق في مكان الثلاث فرق الاخارة بيتنافس على النزول ابتدينا نتسرب شوية بشوية 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 المناطق الدفع النهاردة في المنطق النهاردة 32 بونت قريب جدا 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 للمنافسة على المربع الزاحب ده شيء جيد قمة النجاح استعاب الولاد يعني استعاب الولاد بسريع الكواليتي بتاعهم كويس جدا 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 الادارة عاملة بوشنج معها برضو في موضوع تحسين موضوع دوافع المكافات والحوافز لدى اللعبين لان ده برضو شيء مهم ان اللعب لما يوجد يلاقي حافز صحيح وابتدينا نحط الولاد هدف تارجيت معين ابتدي الولاد يصدقوا ان احنا ممكن ننفس على المربع الزاحب ده عظمة العظمة قريب بقى الحراكة شارح تقولي ده كله ممكن يكون جاوب على سؤال او حراكة ضيف يعني انه دايما الناس او بعض الناس تفتكي انه الاداية الدفاعه ده سهل يقول لك مواقب طريق بيرصص اللعيبة وراء او اي او كانوا بقولوا على كاروس كروش نفس القصة بترص اللعبه وراء فانت كده بتقولي انك بتدافع وبتنجح ما انت كده يعني ده حاجة سهل او انا ممكن ارصص اللعبه كلها وراء الموضوع ده بيبقى سهل يعني؟ لا ابدا ده انتهى الصعوبة عشان تخرج المنظر اللي انت شفته اسوائي على صعيد المنتخبات يعني انا بسمي كوبر و كروش مدربين واقعية ايوا لان هما تعاملوا مع واشة المنتخب المصري بواقعية شوف هل نجح فكرهم في توصيل مصر للمكانة الطبعية في المنافسة ان هما يوصل النهايات او نجح كوبر خسرنا من الكاميرون في الوقت اللي كانوا رايحين بطولة افريقيا انا متذكر الكل قالك مصر مش هتتخطر الدولة 2017 صحيح وصلنا مباران هيا مع الكاميرون صح وخسرنا يمكن بكرة سبت صح ايه ده مش هكونا متحركة بس كان فيها خطأ دفاعي خطأ دفاعي صح تمام ثم انت زعنا بطولة الترشع على كاس العالم في روسيا مش كده صح المشكلة هنا ان كان كوبر كان لازم يكمل المشروع اللي بدأه مع اللاعبين لكن انا صراحة انا كنت مدافع جدا جدا للمشروع بتاع كوبر لانا كنت شايفه المدرب المناسب قاعد فترة طويلة مع الولاد ان دخلنا في موضوع التوقفات الكتيرة فخد فرصة كبيرة جدا جدا للانسجام ويصنع جيل حفظ بعضه بشكل كبير جدا جدا كانت النتيجة ان احنا بطولة افريقيا وصلنا مباران هيا وما كناش ملوشعين اذا ان احنا عملنا قفزة كبيرة جدا ودي المكانة طبعي المنتخب مصر ان في البطولات الافريقية ان لما بتروح بطولة بطولة امة افريقية مصر اللي لازم تكون على الاقل من اربع الفرق اللي بتوصل للسيمة فينال والنهايئيات صحيح وده اللي حصل مع كوبر وحصل مع كروش برضو مع كروش ما كناش متوقعين منتخب المصري يوصل للنهايئيات صح لكن وصل للردل وصل بطولة عربية صح ولا ولا في امبراطية تصفيات كاس العلم لما اروح قدامي السينغيال كنا متوقعين ان نوصل لضربات الترجيح في الاخل السينغيال لما وصلنا كاس العلم مع كوبر المجبوعة كانت روسيا بارجواي الورجواي السعودية مصر السعودية صحيح واقعيا مصر ترتيبها الثالث واقعيا لان بلد المنظم ارغواي بطل امريكا الجنوبية او من ابطال الاسمك كبير او الخمس فرق اللي بتترشع للكاس العلم صح وفرق ما شاء الله مؤججة بنجوم كبير الفارق الفارق الفني بين المنتخبين كبير صح فانت لما تقفل كويس جدا وتشغلع مرتدات ما تلومش كوبر لان هي امكانيات لعبتنا كده امكانيات لعبتنا مع الفرق الكبيرة هي هو اللي خلب ريال مادريد قدام ليفربول يعمل كده هو ايس الامكانيات بينك وليفور قدامك طبعا والاسلوب وعارف ان التفاقق لو نزل انا ريال مادريد بقى انا التاريخ وانا الاسم الكبير وبتاقى فتح الماتش طبعا لو فتح الماتش مش هيوصل للمردود اللي هو عوصل صح انا قصدي يعني هي تفكير الناس غير تفكير وفلسفة المدير الفني غير الصراعات اللي هو بتدوك 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 داخل دماغه وغير اللي بينقله للعبين لكن هنا شطارة المدرب اللي يؤثر على اللعبين وبعد كده تظهر التابلول اللي انت شفته ده وكل المباريات اللي احنا قفلناها بشكل كويس عملنا معاب تكتيكيا نجحنا فيها بشكل كبير جدا خلال كاس العالم من بعدها طبعا اتقامت الدنيا واعدت وماشى كوبر واعدنا نتكلم في المشروع الدنماركي ومشروع البلجيكي والألمالي وممش حاجة بتنفذ واعدنا بين المدرب المصري وبين المدرب الأجنب على فكرة يعني متعاطب جدا مع أهاب جدا يعني لأهاب هو لماخدش فرصيته يعني ممش مدرب يجي في اسبوعين واتضحى بيه في اسبوعين صراحة يعني على الرغم ان المباراة التانية يعني مباراة كاريسية من ناحية الأداة مش أهاب بس وكمان اللاعبين انا لهم اللاعبين اكتر خاصة اللي خده فرصة ان طبعا في غياب القوام الرئيس مفيش مدرب مفيش مدرب يعني يروح مباراة مهمة وقوام الرئيس كله بره قيس في كل الخطوط بره عندك محمد الشنة ووحي يديه محمد النيني محمد الصلاح لكن برضه قالوا من الناس اللي خدت فرصة ان دي امت هتاخد فرصة وهو في غياب القوام الرئيسي انت النهارده ويلعب مكانه لازم المكانه ده يقول انا افضل محمد صلاح انا جادير بارتداء اتشارة المنتخب فلازم قدي مردود مش كده قال ايه عشان يحصل تنافس لكن يحصل بها يعني القصور ده في الأداء قالوا من اللاعبين نمرة واحد نمرة واحد لان انت مستغلتش الفرصة انت خلاص هتفضل تاني رقم اتنين او رقم ثلاثة رقم ايه انت كنت مع مشروع هكتور كوبر انه يكمل كنت مع مشروع كاروس كروش يكمل كنت مع مشروع كاروس كروش يكمل ليه لان في الآخر صراحة الراجل قدد في الأول بطولة ام افراغية كان اداء بخلق جدا وكان فيه شوية انا بنسميها ايه يعني افتكاسات كده في تغيير مكان محمد صلاح ممكن اول مباراة بس قدام المنتخب الناجيري دي اللي تخضرنا منها كلنا اه المنتخب ظهر يعني في منتهى القوة مع المغرب وتفوقنا شكيدة و 개� membership وتفوقنا على كوت دي فور وتفوقنا في الآخر كن paypal thousands of per ragd اجمع فضائل اه كده او ثلاثي US لعبا Bert 326 120 120 مِ verse 120 ديو ميدس أربع مباريات أربع مباريات لأني متزكر المغرب, ب�� كسبناها على دبي 2-1 كسبناها أعداقد في الوقت الأضافي موسلنا qed powder ان احنا 3 مباريات للضربات للجيزة صحية لكن وصلنا للهدف دربات الجيزة قبل طوافق قال دايقدم توافق ربنا سبحانه وتعالى وصلنا للنهاية مع السنغال في انتزاع بطاقة التراشع على كاس العالم خرجنا بطرابة الجزاء في الوقت خلي بالك وحنا كاس من واحد سفر وهناك كله قال لك مصر رايحة هناك هتشيل في الكوب طيب كنت ترى بمناسبة الكلام ده في سؤال الجماهير تسأله دايما يقول لك يا سيدنا ما احنا كنا منتخم مصر بجيل من المحليين في 2006 و2018 وكنا بندفع وبنهاجي وبنلعب كرة حلوة اشماعنا دلوقتي مش عايزين تلعبونا كرة حلوة وشمعنا دلوقتي ما بنهاجمش وبندفع بس ما انتو كده بتقلنوا مننا احنا نقدر نعمل لابنين او انا عندي محمد صلاح فانا خلاص احنا كده قدر يهاجم وعندي وراء شناه وحاجة كده قدر يدفع كويس كمان انا بس مختلف معاك يا كريم في حاجة ان احنا بندفع بس لا احنا بندفع من اجل فرض استراتيجية واسلوب مش كده وفي الاخر لما بنهاجم بنعرس وده خمة في النجاح استدراك الخصم لنوع معين من الفلسفة اللي احنا عاوزين انتجاه ثم ان نستغل حتى لو اقل الفرص هي دي النقطة كده طارق على برضه عشان نوضح للناس انا عاجبني طبعا رأي حضاك هو ده الصح انا اقصد انه الناس تتصور انه انت بتدافع فما فوت تهيين كتير وتسجل لعب كتير وتلعب قدام السنغال فانت ما فوت تسجل في السنغال كتير كريم في مبارات السنغال التانية انت شفت مبارات كرة خدم لا ليه السنغال كان عندها هدف واحد ان هي تقسي المنتخب المصري ومصر كان عندها هدف واحد ان هي تحافظ على الهدف اللي جابته والمبارات طلعت ايه تعادوا بين واحد و واحد عشان يوصل لهم بارات الترجحية وما كانش فيها مبارات ممتعة هي دي قيمة المبارات النهائية المهم الهدف في الاخر السنغال وصل كسر عالم وصل ازاي لكن في الاخر وصل مش كده ولا ايه المهم ان انا انتزع المواطعة تيجي بعدين لما يبقى في الرياحية في الاداية ما فيش ضغوط علي تانهار دا لما ما ترشعناك يا سرعال كروش ما تلام ولا ما تلامش وكان ناتي جيتها ان انتهى عهد كروش انا قصدي ان احنا لا نمتلك مشروع واضح لمدة خمس سنين قادمة صحيح ثانيا لو عندي المشروع دا والبلان دا والتقديد دا هقبله المدرب اللي يناسب هذا المشروع وافضل وراه عشان ينجح يبقى اجنبي ولا مصري ما انا قصدي يعني انا قصدي في الاختيار ان انا اولا ما امتلكش دا المشروع دا وبناء على المشروع دا انا هاختر مين كالتعاد اللي ينفذ المشروع بغاية النظر مصري بغاية النظر مصري او اجنبي مسحوطي الاول مشروع طبعا عشان دلوقتي كالتين اجنب جنب مثلا بيتحسب على مشروع مش موجود لا منه ولا من الاتحاد يعني ما فيش مشروع يعني احنا النهاردة النهاردة الهدف ان انا اطلع بطولة ام افريقية وبعد الهدف بطولة ام افريقية اطلع كاس العالم تصوير كاس العالم انا عاوز بلان واضح يتحطيلي استراتيجية انا كاستراتيجية كالتحاد محتاج ان انا ابني جيل قادم ما ينفعش يتقال على منتخب مصر لما يغيب القوام الاساسي يظهر بالمستوى المتراهل دا مصبو ان احنا قدام فريق المنتخب الاسيوبي ما احترامي لي الارقام فارق كبير جدا بينهم ومنهم حتى على صعيد حتى على صعيد المهارة وعارف كابتالطرق انا فيه جملة فيه جملة بعد اذنك دايما بوقف عندها كتير ليه جملة ايه دعوات المصري ان شاء الله مع المنتخب في كاس افريقيا في تصويرات كاس العالم يا سيدي ما احنا هندقى يا طول الوقت ان شاء الله هندقى بس يبقى فيه مشروع حقيقي انا قصدي ايه انت اي مشروع حتى المشروع الخاص بيك لو بالواحد بيع المشروع خارج كرة القدم لو ما خططلوش للنجاح فانت فشلت ما عملتلوش دراسة جدوى فانت فشلت ما تجيبش مؤقت مؤقت اجنبي لا الدور على المصري المصري فشل الدور على الاجنبي الاجنبي فشل ايه ده ده اسمه ايه في كرة القدم اسمه ايه على مستوى التخطيط اسمه ايه على مستوى الاستراتيجية اسمه ايه ده؟ الناس اتحق علينا. يعني صراحة الناس اتحق. ثم الاختيار. الاختيارات لابد تكون مقنعة. مقنعة للشارع المصري. مقنعة للإعلام. مقنعة للعقابين. ان فلان الفلاني هو اللي هنفذ المشروع القادم لمدة 4 سنين. مدرب السنغال بقى له 7 سنين. بقى له 7 سنين مع الفرق. الفرق ممرتش باخفاقات. هي السنغال كانت هي الطب في فريقيا على مستوى الففا في فترات الأخيرة. اخر 10 سنين ما كانتش كده. انا في مثل بديه كل يوم كابتن طارق. انا عوز اكمل لك بس. بالماضي خسر الترشح. كاس العالم. ومستمر مع الفريق. وعنده منتخب رائع. مستمر مع الفريق. صحية. مستمر مع الفريق. ليه الناس مقتنعة بالمشروع اللي هادئة. لإيطاليا ما وصلتش كاس العالم. ايطاليا ما وصلتش كاس العالم. ومازال موجود. صحية. انا في مثل بديه دايما كل يوم تقريبا. ديدي شامب جيه فرنسا 2012. خسر كاس العالم 2014 بالنتايج سلبية جدا. خسر نهاي كاس أوروبا على ما لعبه في فرنسا في 2016 قدامي البرتغال. فدل 6 سنين لحد ما خد كاس العالم في 2018. يعني عادو 6 سنين اخفاقات. المانيا عادل قديم علوف. طبعا. كتير وكان فيه اخفاقات لحد ما خد كاس العالم. حتى لما بيحصل استلام وتبادل في المهم. ايه الرقية ده. ايه الرقية ده. مش احنا عمالين شهر. بالراجل. اعمالين شهر بالراجل. ونقوله ده ده ضعيف شخصيا. وده ايه الكلام اللي بتقوله. عيب. وانا قلت مبارح والله. عيب. كابتن عيب جلال. عيب صراحة. مدرب كبير ومدرب محترم. بس السؤال. ايا كان. ايا كان. ايا كان يا كريم. اه. اللي انا بقدمه. سواء نجح او او فشل. اه. موفقتش فيه. ما انفعش اخوض في شخصية المدرب. صح. اللي احنا لأ. اللي احنا مرفوضة. ما انفعش ان اتجاوز في شخصية المدرب مظبوط. انتقيدني فنيا زي ما انت عاوز. ليك رح انتقدي مني. انك انت خوض في شخصي وتخوض في. لا لا لا. عيب. صح. وبعدين معلش يعني. ما كناش نسند. احنا مدربين مصري. انت النهاردة. افقدت الشارع المصري. ثقته في المدرب المصري. مين يقبل. ان هو يجيله الامان بعد كده نشتغل في المنتخبات. مين يقبل. مين يقبل. مين يقبل. مين يقبل اللي بعد كده ما يضمن. ان ما يضحاش به زي حساب البدري. وزي احب جلال. يعني انت لو عرض عليك منتخب مصري في اي وقت تقبل. لا مابلش. بالاشتورة اللي انت شايفها دي. معلش. معلش. ده صراحة صورة يعني. يعني الراجل في كوريا. وبيتهانهنت بلدته. صراحة يعني. بغض النظر عن. يعني نتيجة المبراطين. انا لحتى لو انا عاوز انفاصل. في احترام. في احترام. وكمان انا بلوم كمان على النقدة على شاشة التلفزيون. ميباش بهاز الفجة يعني. صراحة يعني. في ناس صراحة متى تجهوز. يا فنم اذا كان استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوريا نفسه. وهو رجل في الطيارة. طلع قالك احنا بنشوف مدربين اجانب. وبعد النظر انه بعد كده قال انه. ده الاحترام. نهارده. نهارده. نهارده المانيا. شوف عدد المدربين. لما جي المدرب المساعد. لما اخد مكان لف. شوف التبادل. صح. بالاحترام. صح. وبقيمة اللي مقدمه لف مع المنتخب. وان هو الراجل. خلاص مهميته انتهت. وبيسلم الراية. بيزميله. ايه الكلام ده احنا من اين من الناس دي. لو انت بتتكلم بقى على تقدم وتكدب وتقدم كرة حديثة راقية للناس. قبل كده لازم يفي احترام متبادل. بينه وبين الاتحاد. بينه وبين النادي. بينه وبين شخصي وبينه وبين جماهيري. انا ليه افقد الثقة في المدرب المصري. احنا عندنا مدربين وحظام حد. يعني حقق ابو طلاط زي كابتن جوري. كابتن حسن شحاد. وكابتن حسن شحاد. وكابتن جوري. موجوش صعوبات. واجه صعوبات كبيرة جدا. وكان فيه اخفاقات كان فيه اخفاقات كتيرة جدا. لكن لقوا ناس سبورت وراهم. مسندين. كانت جيتك كابتن حسن شحاد. عمل اعجاز. ثلاث بطولات متتالية. محدش عملهم في التاريخ. كابتن جوري. نفس. كابتن جوري. انا الفكر في 98. قال لك انا رايح اعطاك البروكير نفسه. رايح هناك هاخد المركز الاخير. صح. وخد البطولة. صح. وخد البطولة. الكابتن حسن شحادة. راجع للمنتخب. الحمد لله. بعد مسندة حتى بالقادة السياسية. اشتب بالك. كابتن حس حسن شحادة في 2006. لو كان خسر النهائي. ما كانش يكمل. طبعا ما كانش يكمل. الطريقة دي. يعني انا عزل. ما كانش خد 2008 أو 2010. انا عزل. احنا في. لا. وفي صدفة. يعني احنا حتى نجحتنا العظيمة في 2006 أو 2008 أو 2010. كتب لها الله قدر يعني انها تكمل. طبعا. لكن لو كان كابتن حسن شحادة خسر النهائي. كان قال لك فشل. وازاي يخسر في مصر. والنهاية البطولة. انا عزل ما انه بس سراعة في الحكم. صح. ولو حتى يعني انتقادنا انتقد فني. ما تخدش في الشخ المدار. هو بالمناسبة كابتن طارق. ليه حضرتك. مع. احيانا لما المدارب المحلي والمدارب الأجنائي والمدارب المحلي. ليه الحركة اللي احنا نعمل على طول دي. ليه اسم. ليه اسم حلولك ما ما بيترشح. مش عارف. يعني راجل عنده في كل خطوة بصمة. ليه اسمك ما بيترشح. لا لا لا. لا اكيد اكيد عارف. لا والله ما عارف. يعني الحمد لله رب العالمين. انا مش عاوز اقول السبيب بتاعي. عشان بيقولك شطر العشي بيتكلم عن نفس. خلال عشرين سنة الاخيرة. ط طرح العشي واخد اربع بطولات. اربع بطولات. منهم ثلاثة في مصر. ثلاثة كؤوس. ومنهم بطولة في الليبيا. مع اهل ترابلس. بطولة الدول. اه. انت طب انت تفسر ده بيه. مش عارف. طب انت طب انت طب انت. سؤال ده ما اتسألنيش انا. اه. اتسأل طبعا اللي هما مسؤولين. اه. مسؤولين. كان في البدايات. اعتقد في 2010-2011-2012 كان بيتم الترشح على الاسم. بعد كده ما فيش. خادس. خادس. اه. دي ليه علاقة بالعلاقات والصداقات والمحادثات والكلام. عندك. ممكن انا قليل في الكلام ده. اه. مش يعني. اه. لان انا دايما. اه. اه. بحس ان التقييم بباب النجاح. اه. تقييم بباب النجاح. اه. بالانجازات. اه. والورقة هو اللي بيتكلم. وانت النهار ده بيجيب كروشي بنانع ايه. اه. انجازاته. اه. سيفي بتاعه. اه. سيفي بتاعه. اه. سيفي بتاعه. صحيح. سيفي بتاعه. صحيح. انا قصدي الورقة هو اللي بيتكلم. اه. ا مش كده ولا ايه. تاريخك واللي بيتكلم. مزبوط. مش مش صاحبك واللي بيتكلم. طيب. اعزك الحراك لنقطة في منتهى الهمية هي نقطة الحدس اليوم رحيل بيتس موسماني عن النادي الاهلي. رايك ايه في الخروج خروج بيتس موسماني من نادي الاهلي. خروج رائع. اه. وبيتس يعني موسماني قدم عليه. ويمكن ده انا شفته في يعني الكواليس ان حان اوان الفراق بين نادي الاهلي وبين موسماني. خلاص قدم عليه. والنادي الاهلي شاف ان هو اكتفى بالوقت بتاعه. وفي منتهى الرقية في خروجه واللي اعتظاره والتقبله. والوصول للمراحل النهائية. ان شاء الله يكمل سامي قمصان. سامي من المدربين الوعيدين. خد خبرة كويسة جدا مع الفطرة اللي فاتت. ان شاء الله يكمل فطرة ديته وبالنسباله يعني فرصة كويسة بإثبات برضو دور المدرب المصري. مش عاوزين المدرب المصري لا يتحرق في المنتخب ولا يتحرق في النادي الاهلي. في المناسبة النادي الاهلي. احف ان انت علاقتك دائما جيدة بالنادي الاهلي. من جميل النادي الاهل يتحبكmodernتك احتروي من النادي الاهل دائما وكيد كده طموح لك انك تدرب النادي الاهل بل Im zich طبعا لأد الاهل قمة الكرة في مصر انتا نممرت النادي الاهل يتمرى المنتخب الفترة اللي فاتت دي يتهو في حد بمرن المنتخب غير من الاهل أو الزمالك صحيح اول مرة ملد انت هو خرج الاهل وتزمالك بس اضرب وضرب الزمالك ابل كده خارج من ابناء النادي الاهل والزمالك صحيح. بفيش المدرب أهاتلي المدرب على مستوى التاريخ خارج الأهل والزمالك. في الفترة الأخيرة 20 سنة 30 سنة الأخيرة. نادي الأهل العظي يعني النهاردة مسيماني لما جي النادي الأهلي جاي عشان سبيت إيه لي. مش كده أقول إيه. نادي القر هو هو ده باعترفه شخصيا. صح. يعني نادي تاقي السبيبتي لما بيروح بعد نادي الأهلي أنا مدرب نادي الأهلي. تفري كتير. طبعا. بيتسو مسيماني استفد من أهلي أكتر أو الأهلي استفد من بيتسو مسيماني. هو حد كان يعرف موت سواني قال لي على صعيد جنوب أفريقيا مع احترام يعني وكان واخد دولة أبطال أفريقيا فقط لغير وكان واخد دولة أبطال أفريقيا عمل نتاقى كبيرة قدام النادي الأهلي في مباراة أنا عظي يعني النادي الأهلي أكثر انتشارا من سانداونت طبعاً واسمه أكبر بكثير وهو طبعاً لما اتعرض عليه ما تنساش ان هو ساب سانداونت ماش كده كان هو مدرب سانداونت لما تعرض عليه النادي الأهلي ما ترددش لأن هو عارف قيمة لما يعني ايه بمدير فن النادي الأهلي نهاردة لما هو مدير الفن النادي الأهلي في منطقة الخليج كلها ممكن تطلبه بشكل كبير جداً معظم اللي عنده في خارة أفريقيا ممكن تطلبه بشكل كبير جداً هالمصطفى زناني معروض على الأهلي او الأهلي یا طلبه من الطلاع الجيل؟ يعني كل اللعبتة معروض كل اللعيبة مطلوب الاجنتات ما شاء الله يعني الاجنتات يعني بتزنة على الأولاد بس المصطفى ذي ناريك كلام كتير عن نادي الأهلي في الفترة الأخيرة تحديداً والله أنا سمعت كتير يعني صراحة بس أجل بيكلم معي مفيش حد يعني واقعياً غير مهند هو اللي راح بيرامدشر آه عفواً فيوتشر لكن لو أنت بتتكلمني عن مشروع أنا استمر فيه مع طلاع الجيش فأنا محافظة على كل الأيبة بتاعتي خاصة اللي هي عقودها ممتدة إذا كنت عاوز تكمل لأن أنا ما ينفعش أن أنا كل كل سنة لما جيت قبل ما مسك عملت سكاونتك وليه طلاع الجيش كل سنة بينافس عن زور لقيت أن أول سبب أن كل سنة بيفقد من عشر خمستاشر لعب كل سنة بيخشوا تجديد وش كده قولي أن طلاع الجيش ليه زروف خاصة صحيح واخد بلد صحيح فده على المستوى الفني مفيش استقرار الفني عشان تقدر المشروع اللي أنا بقولك عليه مشروع اللي ابتدناه يعني معناها إحنا هننهي الدوري فين وهنبدأ من حيث نتهينا صحيح عشان نكمل صحيح إنت عالقوامك الأساسي مين وبعدين تقول أنا عاوز واحد اثنين تلاتة أروا لأنها بتعامل مش بالكام لعمل بالكيف أنا محتاج تدعماتي فاربع خمس ستة مك إنا عندي قوامي الجلام ده المشروع اللي احنا عملناها مع حرص الحدود كان قوامي ثابت صح فرقة ما وصلتش لقمة طب الدوري الممصري إلا ما كان نضجت والولاد وصلت درجة انسجام عالي جدا جدا والفرقة ابتدت قبلها شخصية طلع الجيش بيفكرني بكده إن الفرقة ابتدت لها تالشخصية فعشان أنت حافظ على النجاح ده حشان أنت حافظ على اللعيب اللعيب هي السلاح صح مش كده أقول لي من غير اللعيبة دي مش هتنفس يعني مين اللي عنده عروض دلوقتي واضحة من الأهل والزمالك ما فيش حد محمد ده بسام عمر السيسي لا بسام بسام مختلف الفيل مختلف لأن الاتنين عقودهم تنتهي والنادي عندنا الفيل وبسام النادي عندنا حاليا في الوقت الحالي لما لعيب بتنتهي عقوده طبعا نظرا للفارق الفارق المادية فبيبقافش عقبه في اللعب خاصة بسام بسام بقاله عشر سنين مع النادي والفيل بقاله مدة حوالي خمس سنين مع النادي بسام رايح فين معرفش لكن فيه كلام كتير جدا فعندها كتير بسام يعني صراحة يا ساهل مكان كبير أنا استغربته نوعا ما نضمش المنتخب صراحة لأن بالأرقام ما دخلش فيه غير الأربعة تجوال في اتناشر مباراة متتالية إذا أنت الأرقام بتتكلم صحيح مش كده اللي هي واحد زي ده بحافظ على الكلين شيت بتاعه بحافظ على فرقته وفرقته كانت تحته وبتقدر فرقة يبقى زملات لازم يتنبصله مزبوط مباراة للزمالك يوم الحد شايفها ازاي في الدولة أنا شايف الفرقتين عندهم ضرب كبير جدا في المستوى يعني إنت لو بتتكلمني على متعة ممكن ما نشوفش متعة مش هتشوف متعة عشان نجوش تكلمها مع طايل عشر مع طايل عشر المنتخب خلي بالك تدرر إهاب في الفترة دي من نزول الفرقتين دول لأن القوام الرئيسي المنتخب في الفرقتين دول فالفرقتين عاملين نروب صراحة الفرقتين فين نزول نهاردة لما تشوفهم النهاردة في الزمالك أمام الداخلية والأهل والمصر مش أداء الزمالك والأهل مبارح مش أداء الزمالي صحية أنا عظي لما الفرقتين دول مستواهم اللعيبين بتاعتهم بيبقى في الطب وده اللي كان أيام كابتل حسن شحات ما كانش مبنقلاش فالتنين عليهم أن هم يعني يعيدوا البسمة للكرة مصرية فهنبتدي التنافس بقى بين الأهل والزمالك وفي الشك طبعا الأهل كمان الزمالك ما زال حتى الآن هو على قيمة الدول مش كده الأهل اللي عندهم مبارات مؤجلة وهتبقى عملية ضغط كبيرة جدا منهم طبعا ما في الشك المبارات دي بستة موقات زي ما فيقول فالفائز هيكمل والخسران يعني هيخش في نفق إنه هيبعد عن المنافسة بساطة أنا معهم شريك ثالث طبعا فأنا أتمنها أتمنها رجع لمستوى اللاعبين في الفرقتين في الفرقتين لما هيرجعهم ما فيش شك هيعود على المتخب بشكل دي بس حاسك كافة هتميلي مين أكتر لا ما قدرش أقول لك ما فيش المبارات اللي زي دي ما بتحدكش فيها يعني دوافع ليه الفرقتين عندهم دوافع قوي جدا ودايما في تنافس من زمان من الفرقتين وليه إنهم قدبان القارة مصرية صح ممكن تكون في الدوافع الخططية تفرق كتير جدا وخلي بالك لو سامي فضل في المبارات الزي دي ه呼بقاً فيه التنافس كبير ضدًا بين بريرا الخبير الفيلسوف الخبارات كبيرة جدًا وبين طموحات سامي ومصان ودا يعni برضو اختبار كبير ضدًا لثامي ومصان امام وخدرات كبيرة ضدًا في التنفيذ يعني سعلب صراحة بمدرب ناديlarda ملك ما ف ‫حيتوقف طبعا على إمكانيات الععابين داخل الملعب لان حالتهم لان دي هكون حاسمة جدا جدا عشان كده بقولك ما بيحتاجش دوافع كتير جدا لو فايقين هنتفرج على مبورة كويس صحيح كابتن طارق دايما بتشرف ودايما بتنور ودايما بسع جدا أنا بشرف بيك يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن طارق العشري كابتن كبير كابتن طارق العشري ديف عزيز رائع كالعادة في حديثه الممتع دائما بعد الفاصل كابتن كبير كابتن ياسر الشنواني نجمي النادي المصري والاتحاد الأسبق خذيكم معنا هيكون معايا بعد الفاصل موسيقى يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني واسعة جدا بتواجده معايا النهاردة كابتن كبير كابتن ياسر الشنواني لاعب المصري والاتحاد الأسبق كابتن ياسر مشرف ومنور سعيد بشكل شخصي جدا لنا شوفك لأول مرة ونتقابل لأول مرة كمان فحالة حاجة في المنتقى السعيد يا كريم أنا والله عزيزي من السعيد جدا 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 بشكل شخصي أكتر منك وشرفني أن أكون معايا حبيبك في الاسر برك ايه والله تمام الحمد لو أقول لي حكاية لندن كل شيء هشوف لك صورة مع محمد النني صورة مع محمد النني انت خلاص عيشت في لندن على بالي والله عشر سنين دلوقتي عشر سنين عشر سنين من الفين واتناشر بالزبط كنت بعد ما كورة هنا في ناشئين الأولمبي بعد كده الإسماعيلي وبعدين جمهوريت شبين ثلاث سنين بعد كده المصري والاتحاد وما كده روحت اليونان هم اليونان في أبرس وعيشت في أبرس شوية بعدين عيشت في لندن من الفين واتناشر لغاية دلوقتي كل شوية صورة محمد النني صورة محمد صلاح عايش معاهم طول الوقت وما شاء الله أكبر الدعمين يعني كل حاجة داعم ليهم طول الوقت أصلا أنا في حياتي دايماً عطول الناس عارف عني كده كده إن أنا بحب صحابي قوي وما حبش حد يقول أي حاجة على صحابي وخصوص أنا ما كن عارف إن الإنسان ده مظلوم فأنا كان شايف إن يعني الناس مثلاً بتهجم صلاح لكن صلاح ما شاء الله عليه يعني يعني فيه مليون واحد يقدر يدفع عنه لكن إنني كان الناس بتهجموا كتير جداً وأنا شايف إن الهجوم دا ما كانش في محله وأنا مع أي حد ينتقد أي حد لكن ينتقد بطريقة كويسة لكن توصل لتطاول وحاجات من دي فما كانش ينفع كان واحد بيرد لإن أنا فعلاً أنا عارف الشخصية دي عاملة إزاي بروح الملعب بشوفه بعناية في الملعب عارف شخصية النني برى الملعب عشان كده كده ما بقدر شاسكوت فلازم كده 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 ما بقدر شاسكوت فلازم كده 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 بتعمل كل حاجة في الملعب هو له أدوار محددة بينفذها بمثالية أو أقرب للمثالية بشكل ممتاز وده بيشوفها المدير الفني بيعرف لأن لو واحد يعني ما بقدرش يؤدي المتطلبات اللي بيطلبها المدير الفني مش حيبه واحد بقاله ست سنين دلوقتي بيلعب في نادي بحجم أرسنال في دوري أقوى دوري في العالم في البريمير ليج وده تضح جداً في كالسنوم الأفريقية رغم أن الناس كانت بتهاجموا كتير جداً لكن الحمد لله في مباراة أخذ فيها أحسن لاعب وأدى أداء كويس جداً رغم أنه في النهاية ربنا ما أردش أنه نحصل على كاس الأم الأفريقية أو نوصل لكاس العالم لكنه أدى أداء كويس جداً فأنا بشوف دايماً أن دي رسالة عامة مش شرطة عن النني بس لكن لما يكون في حد ينتقد ينتقد بطريقة فنية ينتقد بأسلوب مهزب لكن ما توصلش لتطور سواء على لعيب أو على مدر اتفاجئت بتجديد التعاقد محمد النني مع أرسا أو كنتك تعرف الكلام ده من بدأ شهر؟ بعد ما استفاجت تصورت أن محمد النني هيخرج من أرسا للسنة أنا شخصياً أنا كنت بادعي في رمضان دايماً أن النني يجدد لأن أنا حاسس أنه هو كان يستحق أنه حصل أن النني بعد كاس الأم الأفريقية وصلت لأول مستربع شهور ما كانش بيلعب كان لأن كان توماس بارتي ماشي كويس جداً لكن لما جيه توماس بارتي تصاب وأنني ملعبش فنقول تزعلان جداً فكان فيه لقاء معي أنا في لندن فبقلهم فبقلوا لي هل النني مظلوم؟ ولتقولهم مش مية في المية مظلوم مليون المية مظلوم لأن يستحق أن يلعب والحمد لله لعب وده نموذج للمحترف فعلاً أن واحد محترف بيلعب بيؤدي الدور اللي عليه سواء جوه الملعب أو بره الملعب ما بيلعبش بيجي التمرين أول واحد وبيؤدي بمنتهى القوة وده اللي حصل يعني لو واحد النني ده لو مش جاهز لو النني ده مش بيتعامل بصورة احترافية على درجة عالية جداً انت نازل على منشط تشيلسي بعدها منشط ساليونايتيد بعدها وستهام بعدها ليدز فكل مباريات قوية جداً فكل إن يلعب كل مباريات منهم 3 مباريات كان من أفضل اللعبين في المال كل مباريات وإنها الموسم بمباريات إفرتون وأرسن كسب 5 فده في حد ذاتها حاجة كويسة ده بيدل على أن فعلاً شخصية احترافية على أعلى مستوى لأ دعب عظيمة أنا بحترم جداً محمد النني وبحترم من يدافع عن محمد النني وهو كمان غير كده بقى شخصية شخصية يعني طبعاً يعني شخصية لازم تحبها قابلتوا في لندن قابلتوا من الشخصات المهزبة الرائعة المتدينة كمان اللي بيلاكس جداً في الملعب اللي ما بيخرجش برا الملعب لعيب رائع جداً أنا بحب دايماً أستغل للناس اللي ممكن نتكلم معها عن محمد النني وهو بيحب الخير لغيره يعني تخيل لما ترزيجية كان يعمل مباريات أو حجازي يمكنني أن يتكلم شفت حجازي عمل النهاردة شفت ترزيجية النهاردة شفت صلاح طبعاً علاقتهم وده عجبني جداً أنهما علاقتهم ببعض كويسة جداً وبرضو على سبيل المثال ترزيجية برضو لما كان هناك قابل الإصابة يعني قد أداء رائع مع أسون فيلا كان سبب الموسم اللي فات أن أسون فيلا يقعد في الدورة الممتعة في البريمير ليج طبعاً فناس يعني على يعني مستوى عالي جداً من الاحترافية بخصوص الكورة وبره كورة شخصيات جميلة جداً ده محمد النني كويسة محمد صلاح بقى احنا فهمين أنه فخر مصر وفخر العرب والعالم كله يتحدث عن محمد صلاح وبنشوف محمد صلاح إزاي الناس كلها تتحدث عنه واتهت بإسم واتهت بإسم مصري بسبب محمد صلاح بس أنت اللي عندك مواقف بقى أنت اللي عندك حاجات بتشوفها يومياً من مواطنين إنجليز من مصريين في الخارج الناس تتحدث إزاي عن صلاح تتعامل إزاي عن صلاح تتكلم عن مصري إزاي بسبب محمد صلاح والله أنا يعني يعني ما فيش يعني كلمة يعني خلاصة الكلام ده كله أن فعلاً فخر يعني أجنبي أو مصري أو عربي بتتكلم عن صلاح بمنطقة الفخر لأن محمد صلاح الأرقام والإحصائيات والجواز اللي حصل عليها وكل يعني الحاجات اللي عملها مع ليفربول حاجة فعلاً تدعو الفخر حاجة يعني الواحد بيفتخر إن هو يقول مش هفتخر إن أنا أعرف محمد صلاح افتخر إن أنا مصري وإن محمد صلاح بيحقق لغانا يعني طبعاً محمد صلاح حقق حاجات كتير جداً لكن من الصعب ما فيش حاجة بيط على ربنا لكن من الصعب إن يجي لعيب عربي أو مصري يحقق نفس الأرقام اللي عملها محمد صلاح طبعاً فصعب جداً 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 كلمة فخر هي خلاصة الكلام ده كله إن فعلاً بتفتخر كل ما حد يجيب لك سيرة صلاح أنا بحكم شغلي بشوف الحاجات والتشورتات والجيرس يعني أما يكون أكبر نسبة مبيعات ما أكتب عليها الجيرسي التشورت بتاع صلاح ما أكتب عليه مو صلاح فدي في حد ذاتها حاجة تدعو الفخر ما يجي حد يقول لك أنت من مصر حتى لو ما يعرفش إنك ليك علاقة بالكورة ولا ليك علاقة بصلاح فيقول لك صلاح في حاجة بتخليك فعلاً فرحان إن اللعبة دي وعلى رأسهم صلاح بيرفعوا اسم مصر دايماً حاجة في ممتع العظم طبعاً قربك من صلاح وقربك من محمد النيل بس أتكلمك على صلاح تحديداً الفترة اللي بعض الناس انتقاضوه بعض كاس الأهم الأفريقية وبعد تصفيات كاس العالم كثير من الناس حملوا محمد صلاح بصفته النجم الأول للمنتخب طبعاً النجم الأكبر المسئولية وأنه مش مهتم بالمنتخب زي ما مهتم بليفربولو الكلام ده أكيد هو تأثر بعض الأمر هل تأثر ولا الأمور خدها بشكل عادي هو طبعاً أي يعني خلينا نتكلم في الأول أن صلاح إنسان زي زينا يعني ممكن في كلام دي يأثر فيه وإيجابي وممكن دي يأثر فيه سلبي لكن أما يكون يجي انتقاد من الناس قريبة منك ومنك أنت فطبعاً ده الانتقاد ده ويكون انتقاد سلبي فدي في حد ذاتها بتأثر عليك خلينا إن هل صلاح ما كانش عايز يوصل إن إحنا ناخد كاسة العالم هل ما كانش عايز يوصل كاسة العالم بلعكس دي حتزود من أرقام حتزود من سعره حتزود من اسمه أكتر وأكتر لكن لأ هو حب البلد وأكيد هيخليه عايز منتخة مصري يعني الحتة الفردية أكيد هتفيده جداً ويحتى الجمعية إحنا جمهور لو حباي عايزين ننزل نلعب عشان نكسب يعني فيها في نقطة لازم نستعرفها كلها إن اللعب المحترفين دول يعني إحنا كلنا بنحب مصر بنحب منتخة مصري الناس دي بتبقى يعني يمكن أكتر مننا كمان بيحبوا إن يرفعوا قسمه مصر لكن إن حد ينتقد وانتقاد سلبي أكيد بيأثر بيأثر على صلاح هو أثر عليه فترة كبيرة جداً لكن إحنا شوفنا يعني ممكن الحاجات اللي أثرت عليه كمان إن هو الجمهور المصري ينتقده منتقاد سلبي وفي نفس الوقت اللي بيسنده جمهور ليفربول يعني جمهور ليفربول حسوا إن هو فعلاً نفسيته مش مستريحة بقوا دايماً يغنوله ودايماً يسنده أنا روحت مباراة كان صلاح يمكن في أول مباراة مش موفق كانت مباراة ليفربول ويستهام هناك في ليفربول لكن تشوف الجمهور إزاي بيسنده تشوف الجمهور إزاي يوقف جنبه يعني حسيني واحد مثلاً بيمر بمرحلة صعبة فعايزيني يوقف على رجله تاني ويرجع يفرحهم تاني فدي في حد ذاتها أنا مش شايف سبب لها ليه انتقاد صلاح أنت شايف واحد بيرفع اسم مصر شايف واحد بيدعو للفخر لازم تزوقه أكتر وأكتر عشان يرفع اسم بلدنا أكتر وأكتر ويبقى في فخر بيه أكتر وأكتر حاجة في منطقة العظمة عايز سألك السؤال وتبكلم فيه مع ضيوفي خلال اليومين اللي فاته وإحنا ليه ما عندناش محترفين كتير بقى أنا ما عايز أشوف صلاح والنيني في إنجلترا بس عايز أشوف معهم ستة سبعة تامن لعيبة من مصر موجودين في الدورة الإنجليزية طبعا الدور الأسباني ما فيش ده الدور الأطاري ما فيش بقى الدوريات الكبيرة الخمسة الكبرى دون ما فيش لعيبة ليه ما عندناش قاعد محترفين في أوروبا ده سؤال مهم جدا وكويس قوي لأن أنا كنت عفتح الموضوعات كده معي أنا شايف أن النقطة يعني أنا بدعو أن الدولة لازم تاخد قرار يبقى فيه سقف للتعقدات يعني أنا شايفين صلاح دلوقتي بيطلم الليفربول مبلغ معين الليفربول ليه بيكلم مع صلاح لأنه مش عايزين يرفعه سقف التعقدات فيه سقف للتعقدات مش عايزين يبقى أكتر من كده صح بـ 30 أو 40 مليون أنا إيه اللي خلينا سافر برا أنا قاعد هنا الكابتن راح الكابتن جي ورايح وعندي كل حاجة وعربتي وكل حاجة وفي بلدي وفستولادي وفيش غربة في كلها فدي قتلت موضوع الاحتراف يعني المبالغ اللي بقت دلوقتي خرافية قتلت موضوع الاحتراف ودي في حد ذاتها حاجة مش كويسة لأن كان كل اللعيبة كل هم اللعيب أنه أمله أنه يطلع برا يقبى برا يحترف برا المنتخب يستدعيه فدي تبقى حاجة كويسة جدا لكن دلوقتي خلاص أنا إيه اللي خلينا سافر طالما الفلوس يعني بكل أمانة فيه لعيبة في مصر بتاخد فلوس أكتر من لعيبة في دورات أوروبية فدي في حد ذاتها حاجة أكيد إلا خلينا سافر خليني هنا ولا غربة ولا حاجة وانا قاعد في وسط أهلي وكابتن وجده خلاص لو في نقطة أهمة بقى يقولك النادي يقولك أنا مش هسيب اللعب بتاعها لما يجيه له العرض المناسب اللي يليك بايا كنادي ويليك باللاعب اللي هو عرض لها مدريد وبستين مليون يورو طب إزاي احنا شايفين في أفريقيا ليه أفريقيا تقدمت ليه لأن خلاص بيسيبوا اللعيبة وهي صغيرة ممكن تروح يعني ممكن فلوس قليلة جدا لا ما يشدوش بقى في موضوع الفلوس عشان يقدر اللعيب وفي النهاية انت بتستفاد لأن اللعيبة دي بتحترف بتاخد خبرة بترجع لأن أي دوري في أي دولة إيه الهدف منه إنك في النهاية توصل لمنتخب مصبوط صح ولا لأ منتخب يعني أحسن لعيبة فأنت المنتخب إلا عيساعدك منتخب إن فيه لعيبة محترفة مع لعيبة مميزة في الدوري بتاع صح لكن كون إن انت تمطر في موضوع الفلوس هو لا أو ما يطلع خلاص اللعيبة يفضل هنا ونفسي يطلع تمام مش كويس بالإضافة لأن موضوع سقف التعاقدات اللي إحنا قلنا عليه ده ده بقدر ده أثر إن مفيش كتير بيت أعرف لك دوز إيه كمان وممكن تقول صحة الله غلط بحكم خبرتك يعني إنه في نقطة مهمة كمان فكرة غلق الباب على المحترفين أجانب اللي بيجوا الدوري المصري يعني يقول لك يخليهم ثلاث محترفين في كل فريق أو خمس محترفين في كل فريق فأنت هنا السوق بأديق عندك بالزبط مش أقدر تسيب لعبتك يعني يقول لك تب سيب الشناوي مثلا يقول لك لأ أنا أجيب حالي سمار ممنين في الأهلي سيب طاري يا حامد يقول لك طب أنا أجيب لعب وسط مدافع ممنين في الدوري المصري ما دي أنا متفق في النقطة دي لأ فعشان كده لازم بقى فيه نقطة كتير جدا اتحاد الكورة والمسؤولين عن الكورة لازم يعرفوا ويحطوها زي ما يقول يحطوا نقطة الحروف عشان في النهاية أنت تعرف أنت سواء دوري أو محترفين أنك في النهاية بتخدم أن تصنع منتخب قوي يمثل مصر يوصل كاس العالم يحقق بطلال فالنقطة دي لازم يبقى ليه حل عشان في النهاية توصل أنها تنجل منتخب مصر العكس الوضع في الفترة الأخيرة فيما يخص اتحاد الكورة والكابتن أب جلال ومنتخب مصر وما يدور في هذه الأثناء أنا زعلان جدا عن اللي بيحصل مع كابتن أب جلال لأن يعني أنا قلبا وقالبا مع كابتن أب جلال بسنده جدا 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 لأن ما ينفعش يبقى حد لسه جام يقولوش 15 يوم ولا 20 يوم ويتهاجم الهجوم ده ما ينفعش حد من الاتحاد الكورة طب أنتم معينين ليه متحدث رسمي بالتحاد الكورة لازم بقى فيه متحدث رسمي بالتحاد الكورة هو اللي يتكلم ما ينفعش رئيس الاتحاد الكورة يطلع يتكلم وبعد بعد ساعات يغير كلامه وبعدين يطلع يقول تصريح تاني وبعدين كابتن أب جلال ده الراجل مدرب منتخب مصر أنا سمعت كابتن طرق العشرة هو بتكلم فعلا أنتم جدا هتخله أي مدرب يفقد السقة أنه يمسك منتخب مصر أي مدرب مصري يفقد السقة أنه يمسك منتخب مصر أما كمية الهجوم اللي على كابتن أب جلال من دلوقتي أنتم خلاص قررتوا أنتم تختاروا كابتن أب جلال أنتم من الأول خلاص قررتوا كان كروش مفروض يستمر خلاص قررتوا أن نجوه مدرب كابتن ادلوا فرصته لكن ما ينفعش أننا نجي آه ماتش أسوبيا طبعا حاجة يعني سيئة جدا لكن هل يتحمل مسؤوليتها كابتن أب جلال لوحده طبعا لا أنا شايف تحمل مسؤوليتها آه كابتن جلال لو يتحمل جزء لكن تحمل اتحاد الكرة جزء كبير جدا وتحمل اللعيبة برضو جزء كبير جدا لأن اللعيبة مشكلة أنه ما كانش فيه روح مشكلة ما كانش فيه روح احنا خسرينيون أسوبيا 1-0 وأسوبيا بتلعب كأنها هي الخسرانة صحيح ففين الروح صحيح يعني فين الروح يعني لعيبة زي مش هتكلم عليهم عشان صحابي لكن صلاح النني ترزيجي الناس دي أن يتحمل المسؤولية كبير جدا الاتحاد الكرة ولازم يخلى المتحدث الرسمي الاتحاد الكرة هو الوحيد اللي يكلم وعشان الكلام بنمحسوب عليه مش كلام المتحدث الرسمي الاتحاد الكرة لا تحدث بزق طيب بأسم متحدث اللي defer مش enjoير دي نقطة النقطة الثانية إنه المتحدث الرسمي للتحدة الكرة عندما يتحدث ما بيقولش معلومات ما بيقولش معلومات وبعدين يسيب رئيس التحدي الكورة يتحدث فلما يتحدث يعمل مشاكل وغير مؤهل الحديث للإعلام وغير مؤهل الحديث للإعلام دي مش حاجة تعيبه يعني ممكن يبقى أنت أشتر إداري في العالم بس أنت تستطيع التحدث للإعلام زي ما كانوا بنتكلم تقول مش شرط أنه واحد يبقى أن لعيب كورة ولعيب دولي يبقى أن دارك كويس فلازم أنه خلاص مش بتقدر تتكلم خلي حد يتكلم مش بتقدر تتكلم اسكت وتقول المتحدث طيب عايزة رجع معاك للصلاح تاني تفاقع صلاح هيكمل مع الليفر ولا ممكن يمشي لا هيكمل إن شاء الله أنا رأيي الشخصي طبعا حاجة ترجع على صلاح لكن رأيي الشخصي أنه هيكمل أن الأرقام والإحصائيات اللي عملها صعبا حب الجمهور لي ماعتقدش أن الجمهور بيحب حد زي قدمي بيحب صلاح أساطير الليفربول أساطير البريمير لي كلهم بيكلموا عن صلاح كلم كويس جدا وكلهم بيقول إن صلاح دلوقتي أحسن لي في العالم فأنا شايف إن صلاح يكمل في ليفربول وخلاص صلاح فضله خلاص يعني شوية يعملون تمثال في ليفربول لكن خلينا نشوف إن إحنا فيه أمثلة كتير جدا يعني صلاح نجم ليفربول لكن برضو ليفربول فيه نجوم طبعا فيه أليسون بيكلر جون فيه كانت ساديو مانيا قبل ما يمشي فيه فيه فان دايك فيه أرنول فيه ناس كتير جدا لكن تجربة هازارد هازار كان في تشيلسي هو النجم الأوحد مازموط ماشي راح ريال مدريد لعب كم لا خلاص بفيش فيش ألا فأنا شايف إن صلاح كل الدعم من أساطير ليفربول الدعم من جمهير ليفربول الدعم من زملائه اللعبين فدي في حد ذاتها مكسب كبير جدا 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 هيخلي إن شاء الله يكمل لغاية ما فعلا يتعملوا تمثال ويحقق أرقام وإحسانات أكبر راه كيف رحيل بيتسو موسيماني النهاردة على نادي الأهلي والله أنا شايف إن رحيل موسيماني الاتنين خسروا نادي الأهلي وهو خسر لكن هو خسر أكتر هو خسر أكتر لكن أنا شايف إن الطريقة بتاعت الرحيل كانت كويسة طريقة يعني منتهى الاحترافية لكن جمهير النادي الأهلي حتى لو وزعناه من الموسيماني ما تنساش إنه حقق بطلوات للنادي الأهلي وحقق حاجات كويسة جدا لنادي الأهلي ونجاحات للنادي الأهلي لكن مش دايما كل يعني اتنين بيتفقوا مع بعض تكمل للنهاية فيه وقت إن كل واحد بيشوف طريقه وإحنا شايفين كمان حسب يعني من الإعلام إنه هو للطلب إنه يمشي فطالما إنه يمشي يعني حجم النادي بحجم النادي الأهلي وبإمكانية النادي الأهلي وبإسم النادي الأهلي فطالما هو كده احترم رأيه وانتهى الموضوع بطريقة كويسة وقدر النادي الأهلي تاريخ العريك كبطولات والكصير كمدة لبيت سمو سماني ولم يعترض وفسخ العائد بالطراض بالظفت فدي حاجة في حد ذاتها دي نقطة تحسب لنادي الأهلي ودي يعني ياريت نشوفها وكل الأندية تعالى منها دي هي دي الاحترافية لأن الاحترافية إنه إنت مش هتشوفنا لعيبة كتير جدا تلعب في أندية وخلاص حد ما حدش أتوقع أبدا إن دي تمشي من نادي لكن بيجي له عرض تاني فهو ده الاحتراف بس لكن الاحتراف المهم إن تكون النهاية بطريقة كويسة إنت بقى نجم كبير طبع لا كابت ناسي رأيك إيه في تجربة بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي فنيا أنا شاف إنها تجربة نكحة جدا أنا كنت شاف أنا كنت دايما بقول إن بيتسو موسيماني هو النسخة الأفريقية من يورجن كلوب ليه؟ لأنه بيع يورجن كلوب يعني النحة النفسية بيقبلها نسبة كبيرة جدا أنا في رأيي إنها بتاخد حوالي يمكن 40 أو 50% من النجاح فأنا كنت شاف إن بيتسو موسيماني بيقدر يعمل اللعيبة زي ما يورجن كلوب بتشوف اللعيبة هو خارجة بيحضونهم إزاي بيتكلم عنهم إزاي في المؤتمرات الصحفية فدي كانت في حد ذاتها عاملة نوع من التراوت ما بين موسيماني واللعيبة دي حتى لو حد صار في النظر عن الكرة حد في شغله في شركة لما يكون المدير علاقته كويسة بالناس يشغلين معاه فالنجاح بيبقى أحسن لكن أنا شاف إن الفترة الأخيرة بدأت كلام كتير يتكلم موسيماني عن اللعيبة اللعيبة يتكلموا عنه النادي الأهلي حصل اجتماع مع اللعيبة بدون موسيماني فدي في حد ذاتها النحية النفسية دي خلاص بدأت يعني تقل فدي أثرت تأثير سلبي ففي النهاية حصل هو المصول ده ماتش العالي وزملك يوم الحد شايف مين له الأفضل والله أنا شاف إنه عبقى ماتش قوي جدا لأن الفرقتين عايزين يصالحوا جمه له فعبقى ماتش قوي جدا لكن ما قدرش أقول مين اللي هيكسب لكن أنا شايف إن النادي الأهلي إن تغيير مدرب وطبعا كل السقة في الكابتن سامي أمصان لأن المدرب كويس جدا وشخاصية كويسة جدا وأخذ خبرة كبيرة جدا مع موسيماني وقبل كده تغيير المدرب ممكن يكون لي عامل سلبي لكن ممكن يكون إيجابي بوجود واحد كل اللي عبا بتحبه زي كابتن سامي أمصان ونادي الزمالك طبعا عايز يصالح جمهوره فأنا شاف إنها تبقى مباراة قوية لكن أنا رأيي في النهاية إنها تبقى مباراة تبقى تعيدل تعيدل من الاتنين أكيد أتبقى مباراة مباراة أم لا؟ أكيد أتبقى مباراة أم بتاعه أكيد؟ كابتن سالشنوني حقيقة شرفت ونوارت حقيقة استمتعت جدا بتواجدك معنا أنا اللي سعيد جدا وانشرف ده من المكاريوم يعني من أسعد اللقاءات ليا وفرحا جدا أكون معك أنا أشكرك شكرا جزيلا شكرا شكرا ده كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يارب تكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب على الأفكار